وراحوا كلهم لقودة حياة وأول ما تفتح الباب كانت الصدمة حياة كانت طلب أكل كتير قوي وفرشه في القودة وعدب تاكل زي المفجوعة وحسام قال هي دي حياة اللي كانت ديخة لا أكيد مش هي هي دي حياة اللي أنا كتبت كتابة عليها وحزم قال البضاء مخشوشها معلم وبس أنت قال حياة بتعمل إيه وحياة والأكل في بقها جعانة قوية بس أنت ياخ ابلع الأكل يا بيت يا بعفنا حسام جيت إمتى لا ما جيتش سيبونا روح وحزم قال اصبروا هنا يا عم هي هتاكل الأكل دا الوحيدة لا لا طبعا ده ممكن تاكلنا لو جربنا ليها وبس أنت وسمة احنا بصراحة جعانين وراحوا كلهم واعدوا على الأرض هم كمان علشان ياكلوا مع حياة وحياة قالت خدي يا سما السندوتش دا كمان كولي وحسام قال يا أخت حياة إن شاء الله يسترك ما في السندوتش حاوش لي أحسن لسه جاي من الصفر وجعان دا يا سيحسعوا تقول هو سأر وحازم وحنا كمان وحنا كمان جعانين وعدوا كلهم ياكلوا ويدحقوا يهزروا وعند المجهول هم مش هيخرجوه الباشا قال إنها لبسا سيال من لما كانت صغيرة وده اللي هيعرفنا عليها انت شفت الباشا قبلك ده لا وبيكلمنا عن طريق الشاشة ونسمع صوته بس والفلوسات بتجيلنا عن طريق المساعد بتاعه مش مهم المهم يناخد الفلوسات بعدما ان العملية تخلص وفي الصيد هلا في قضيتها سرحانة في اللي حصل من زمان وهلا في نفسها لا مش أخليكي أسهم تكسبي ولا تاخد حاجة من الأملاق حتى لو هرجع لأيام زمان وبعدين في تكريت اللي حصل ونرجع في الأشبك هلا بتتكلم عامر هو خقو مراته كل شوية هتلبه فلوس انت ناس أني محمود لنص الأملاق دي ولا هي أهالي يا ربي متياخ ونخلص منه انت جننت يا ولية ده أخوي يا عامر اسمع مني احنا عندنا ولد وعايزين يكون لمستقبل هو كمان عنده بنت وعاوز لها مستقبل وزع عامر وخرج برا الأوضة وسب هلا ماشي يا عامر أنا بقى هريحكم من البيت اللي شغلين بلقوا بيها دي ويبقى الأملاق كلها لبنانة وباس ونرجع بك فقيت هلا على إيدهم منسرين مالك يا هلا بكلمك مش بتردي ها لا بدا ما فيش طب يلا ننزل الأكل جاهز يلا ونزلوا لتحت وكان ماهر وعمر ومحمود واسهام عادين على الصفرة وبصت هلا الماهر نظرت غريبة ولحظتها اسهام بس اسهام سقطت وكانت بتفكر واسهام فعلها هي ترى إيه اللي بينك وبين ماهر وهلا بصت لهم وما تتمنتش خالص أنا لازم أعرف وفي المستشفى ماير بتكلم مها ممكن تجاهزوا العمليات؟ لا لازم تخدم وفقة من وليد هو ما ظنش وليد هيوافق هو من قالك إنه مش هيوافق أنت ما تعرفيش الأخبار الجديدة بقى أخبار إيه؟ لا لا ابقى عرفيها في وقتها وثابتها ماير ومشت على مكتب وليد وبصت لهمها بغضب ومشت هي كمان على مكتب وليد وفي مكتب وليد كان وليد في اجتماع مع الدكترة ودخلت ماير بابتسامة مساء الخير وليد غمز باني تعاليها دكتورة ماير وراحت ماير وعدت جنب وليد وقيت ما هي كمان ومها بغضب معلش يا دكتورة ماير أمي دا كرسي بتاعي كرسي إيه اللي بتاعي؟ انت فاكرة يا دكتورة إننا في مدرسة ودحك كل اللي قاعدين وكمان وليد ضحك على مها ومها بغل وغيز أصلي دا مكاني جنب وليد صح يا بيبي؟ إذا كان كده تمام وكانت راحة أم ووالد بغضب من أفعل مها قال لها وفي الشركة حيا وحازم وبسنت وحسام ونسرين وكمان ساموا سقر طبعا كلهم قاعدين على طرابزة كبيرة وشغلين جامد وحازم قال سقر لازم تسافر ألمانيا لأسبوع ده تمام بس الشركة هنا يا ابن ما احنا هنا ها ونسرين قالت خلاص يا سقر هنسافر أنا وانت وحيا بسط لسقر وسقطت وبسنت قالت لا يا سقر خد حيا واحتفل بكتبك تبقى هناك هو رايح يشوف الشغل ولا يحتفل يا بسنت وسام قالت وفيها ايه ده حتى الجو تحفى هناك وحازم قال خلاص يا سقر روح انت وحيا بس أنا هحتاج نسرين هناك جدا وزالت حيا جدا وقالت مش مهم انه نحتفل بكتب الكتاب هو ملوش لازمه أصلا يا حادت انت معايا شيء أساسي بس نسرين هتروح معنا حتى هي تهتمي بالشغل هناك وانا وانت نتفسح ونحتفل براحتنا هو انا موافقة جدا وامسار وحضن حيا ونسرين لنفسه ماشي يا سقر انا لو مقلقت الماني على دمك ما بقاش انا نسرين ماهر المهم يلا نروح ناكل في المطعم كلنا يلا بينا ودخلوا كلهم للمطعم وطلب سقري الأكل وقعدوا ياكلوا وحسام قال الوكل هناك دعفة وكل امي برضو حلو جدا وسامة قالت لان لازم اروح لطن تشوف بنفسي وبس انت قالت يا روح تنوري المرة الجاية تروحي معنا الا قوليلي يا سامة مامتك وباباك يعيشين وسامة بحزن بابا بس ماما لا يرحمها لا يرحمها يا سامة كم عنديكش اخوات لا يا حيا انا حتى ما شفتش ماما كان عندي ثلاث سنين لما ماما ماتت ما افتكرش حتى ملامحها وباباكي ما حاولش يتجوز لا تجوز وهي اللي ربتني وانا بحبها جدا يا حرام صابت علي وحياة قالت لها لا يا سامة احنا لازم نروح مرة عندك ونشوف مامتك ونتعرف عليها يا ريت والله وحسام بص السامة بيتفحصها وبعد انشاف الانسيال في يدها وحسام قال حياة مش ده الانسيال بتاعك اللي انت بتحبيه ايوه هو ازاي مع سامة لا والله ده بتاعي ومكتوب على اسمي وسأرف تكر كلام عمه عن بنته اللي اختفت من سنين وفضلوا كلهم في حالة زهول ازاي سامة معها نفس انسيال حياة اللي هو اصلا معمول مخصوص لحياة حتى تكلم سأر اظن السؤال ده للي اعرف اجابته بس لازم الدكتور يكون معنا توصو دي يا استه السأر هتعرفو دلوقيت واطلع تليفونه واتصل بالدكتور اهه اهه جاية دلوقيت اهه وفضلوا كلهم في اسئلة وحيرة حتى جاء الدكتور وفي المستشفى وليد بغضب ونرفزه مهه اللي بتتكلمي معها دي تبقى خطبطي وهتكون مراطي ومهه بصدمة نعم وانا يا وليد انت اي يا ماما انا قلتلك انت صديقة فقط لا غير افهمي كده مش يا وليد ماشي مبروك يا دكتورة شكرا يا مهه والاجتماع بتاع النهاردة عشان اقول لكم ان ميار من دلوقيت هي مديرة المستشفى والكل بدأ يهنق ميار على منصبها ومها بتتوعد لها وفي السايد هلا في قضيتها وبتحاول تفكر في مصرها والايام الجاية وان هي بتحاول تخلص من شمس بدل ما الحياة تظهر لغاية ما دخل عليها وحشتني يا حبيبتي يا لهوي انت دخلت هنا ازاي يخرب بيتك حد يشوفنا ما تخافيش يا هلا هي اللي جابك القوضة افرد حد شمفنا ما تخافيش وجيت اقولك اني لقينا شمس بجد ازاي لقتوها فين للأسف مع صقر وبتشتغل عنده كمان بتقول ايه ازاي ده ووصل الدكتور للمطعم وصار قال له اهلا يا دكتور في ايه يا أستاذ صقر قالقتني عاوزك تحكي حكاية سما حكاية حكاية ايه يا أستاذ صقر تقول لي حكاية سما ولا اقول لك حكاية شمس وكل بزهول هو بسأله شمس شمس مين والسما قالت شمس مين وحياة قالت انا مش فهم حاجة حياة شمس تبجي اختك اقصد سماة والسماة وحياة في سطوة واحد ايه بتقول ايه هحكيلكم ونرجع في الاشباك عم محمود كان عنده بنت قبل حياة اسمها شمس وكانت جميلة جدا كان عندها حوالي سنتين سنتين ونص كده وكانت في الجنينة ومرأة عم غفلت عنيها ودخلت وسبتها مع الدادة برا وبعدها خرجت وملجتش شمس برا ونرجع بك كمل انت دكتور والدكتور بتوتر حاضر وكانت كل بيسمع جيدا للي بيقولوه انا كنت راجع من الشغل بالليل ولقيت طفلة مشوهة على الطريق مرمية جسمها كل حروق وجروح اخدتها معايا في عربيتي وجريت بيها على المستشفى عملت لها عملية وبعدها كان لازم اعمل عملية تجميل بس هنا الامكانيات ما كانتش قوي فاخدتها وسافرت فرنسا وطبعا هي كانت طفلة ومرت بحاجات كتير قوي وشوية شوية بدأت طروق وسمتها سما وكتبتها على اسمي وتجوزت عشان تكون لها ام واب وتكون في جوه اسري وعلمتها واهتمت بيها طب طب ده كله وما تقولش انها اختي ابوكي الحديد الوكيد بيدور عليها يا حياة وانا متوكد اني سمختك بعد ما شفت الانسيال لان الانسيال ده اتعمل لبنات العيلة ولكن بنات عمي اللي هو انتو اتعمل بطريقة غير الكل ومرت عمي كانت بتهتم بموضوع الانسيال ده وكانت بتكتب اسميكم واول حرف من اسم عمي اللي هو مين فعلا انا لما لقيتها لقيت الانسيال ده كان مع اسمه ولما كبرت هي كبرته على الادها يعني يعني حياة اختي ايوه يا بنت عمي وحياه سمه وحضنه بعضه بدموع وحضنه اخوي هو بس انت قالت خلاص باجا احسن انا دمعته والله بس انا ابوها لربطها ما تبعدش عني يا سمه ما اقدرش يا بابا والله انا بحبك اوي ما اقدرش ابعد عنه انا لازم اتكلم عمي وافرحه ونسرين قالت ايه الجو الحندي ده وحزم قال والله فعلا انا حاس اننا في فيلم بعد اللي حصل ده او انا بجا مش ميسدك ان الموزة دي تبقى بنت عمي يا اخي تهد كل موزز عندك يلنا نروح الشركة عشان اتوخرنا ولما نوصل هتكلم عمي وكل مسا وراح للشركة واثناء الطريق نسرين كانت بتكلم ابوها ماهر وكانت بتحكي لهم اللي حصل وماهر قال والله بجد طب كويس كويس قوي ومون امرطه فيه ماهر بيقولوا انهم لقوا شمس ومحمود واسهام وعمر وهلا بتقول ايه ومحمود قال مين اللي قالك الكلام ده نسرين بتقولوا انها البنت اللي بتشتغل في معصار وهلا بصدمة وهم جالوا لك اعرفوا ازاي انها هي واسهام قالت هايز اشوف بنت يا محمود بالله عليك يلا يجهزها روح القاهرة وطلعت سهام جاري هي ومحمود علشان يجهزه ويروح على القاهرة وهلا قالت معقول لا لا لازم تموت لازم والمجهول قال ايوه يا باشي حاضر والباشي قال تكون عندي النهاردة حاضر يا باشي هتكون عندك النهار ده وقفل تليفونه والمجهول الواحد بيكلم التاني ايه الجديد هننفذ النهار ده اجهز ووصل سار والباقي للشركة ونزلوا من العربيات وبدأ ضرب النار عليهم واخذ سار حيا وبسنت وحسام وحازم بقى يضرب فيهم حتى خد رصاصة في دراع اليمين وجرى الرجالة المسلحة اللي تبع العصابة واخدوا سماء وسماء بصريخ سبوني سبوني يا حياة يا سار بابا واخدوها وغيروا للعربية وطلوا بالعربية وحياة قالت سماء وصار قال حسام بسرعة اتصل بوليدي جعل الشركة وبدأ سار يتصل على الاسعاف واخدوا حازم للمستشفى وصار قال ما تخفيش يا حياة هو حياتك عندي الهرجعها عايزة وقت يا سار بالله لك عمزها اهدي اهدي يا روح اهدي واخدوا حازم للمستشفى وما يروه وليد وصله وحسام فضل مع حازم هو وبسنت هو ميار وحياة قعدوا في الشقة وولد وصقر بدأوا في التخطيط علشان يلعوا سماء وفي مكان مهجور وصلت العصابة بسماء وسماء كان مغمع لها والمجهول قال الباشا هيجي دلوقيت يا ريت عشان اشوفه بجا طب يلا نربط البيت دي لحد ما ياجي سماء فائد هو بدأت تسره يا ناس من هنا حد يلحقني بالله عليكم انتو مين بل السوات يا قطة انت مين هو عايزة يميني للأسف أنا اللي حركتك زمان ولميتك في الشارع وقلت هتغوري بعيد عننا انت انت مين انا اكون هالة مرة عمك يا شامس ليه ليه عملت لك ايه بس يا بيت ما اسمعش صوتك لحد ما نشوفها نعمل معك ايه لا لا بالله عليك سبوني سبوني امشي وانها بعد والله الحقوني حدي يلحقني ويلباشا ايجا لو صوتت من هنا البكرة ما حدش هيسمعك ولا حد هيتوقع انت فين متأكد انه مش يهالة ايوة هم فكروا انهم ملقوها بس ما يعرفوش انها تعتبر ماتي الخطوة الجاية لازم نوموتها هي كمان علشان نسر ان تتجو السقر ويكون كل الاملك لنا وبس صحي كده يا هالة هانم هو فعلا وفي تب وعدك طبعا يا حبيبتي مهمتك بقى توصل لنا الحياة عيوني انا نفس اخلص منها اساسا لا 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 واحدة واحدة عشان ما ينكشفش انتو فاكرين ان السقر والغلو الديب هيسكتو لا هو ابني بس مش سهل فعلا انا هجيب لكم اخبارهم على طول تمام اوي ووصل محمود واسهام القاهرة وراح الشقة عنده حياة وميار ومحمود قال حياة اختك فين سمت خطفت يا بابا بنتي لا انا عايزة بنتي يا محمود مش بعد ما لانا هتضع تاني اهدي يا ماما سقر هو والد مستكتين وهم ما فين دلوقتي اتطمن يا عمي هم قالوا انهم جايين دلوقتي والباب خبط وكان سقر عمي انت جيت ميتا لسه دلوقتي يا ابني طم مني انا بلغت الرائد يوسف صديقي وهو متابع كل الامور واحنا مستكتين انا عايزة بنتي هتقولي بنتي اهدي يا ماما ما تعملش في نفسك كده وبصت سهم لحياة وقالت ما كناش عايزينك تعرفي علشان ما تكرهناش يا حياة اكرهكم لي يا ماما هو كان بيت حد انها تتخطف كنت عايزة تعرف انا خدتك لي وسفرت اهو علشان ما تضعيش من انت كمان مش وقته اسهم الكلام ده لا لا لازم يعرفه انا خلاص مش هسكن وفي حاجة ما نعرفهاش ولا ايه مش وقته يا ابني المهم نلاقي شمس يا عمي محمود لو في حاجة قولها ممكن تساعدنا نلاقيها انا هقولكم خلاص ما بقاش ينفع السقود خلاص وبدأت تحكي اسهم ونروح في اللاشبانك سمعت هالة بمرة وهي في الجنينة وهي بتقول احسن اننا خلصنا منيها المهم تبعد عن هنا خالص تمام اتأكد وجولي وقفلت التليفون وبصت وراها لقيتني سهم انت بتصنت عليها يا ولية من هي اللي تخلصت منها رد علي اي حد هيجب في سكة ابني هخلص منه وثبتني ومشت انا مش هسكن لازم اعرف بس والله يا هالة لو ليك ايد في اختفاء شمس لها طلع روحك بيدي وفي يوم كانت هالة في قضتها وبتقول دور على اسهم واللي في بطنها واسهم بخوف حطت ايدها على بطنها وجريت على قضتها وكان محمود بيشتغل على الطب في اسهم مالي خايفة كده ليه هلا يا محمود هلا هتمودنا انا واللي في بطن ايه الكلام ده ايه دي ايه دي اهد ايه انا متأكدة انها لها يد في خطف شمس دلوقتي عايزة تخلص مني بطل تخريف بقى يا اسهم لتبقى بنت عمي وامرات اخوية ايه انا مش هتأمل كده اكيد يعني طالما مش مصدقني كده طلعني يا محمود ايه دي يا اسهم وطلعي الكلام ده من دماغك انا مش هاعد في البدة دقيقة بعد النهاردة بت ايه انا مش هاعد في مصر كلها ونرجع بك وساعتها سفرت وولدت في امريكا حياة وكان ساقره كل في زهول وصدمة وساقر قال يعني تقصد انهم الورا كل ده لا لا اكيد مش صح اقسملك بالله ما كدبت في حرف يا ساقر بالله عليك بالله عليك انا عايزة بنتي يا ساقر عايزة بنتي وجرى ساقر البرة ايه دي يا مرات عمي اوعدك اني شمس هترجع ولو حتى كان من وراها وجرى ساقر بر الشقة ونزل لتحت وجرى وليد هو كمان ورا ساقر هنعمل ايه ساقر دلوقتي هتابع تلفون امي انت شاكك تكون امك يا ساقر ولا ايه كلام مرات عمي لازم اهتم بيها وليد وهبدأ من عند امي بس اكيد في حد يبسعد امك يا ساقر وده اللي لازم اتأكد منه دلوقيت طب يلا نروح عندي يوسف نقوله الاخبار الجديدة وراحوا على الاسم عندي يوسف وفي المكان المهجور هلا بتقول لازم دلوقتي ننفذ ونجيب حياة لازم نعمل خطة بالزبط انهارين عليها وقولها نعرفت مكان سماء جدعة نفذي والمجهولة بدأت ترن وردت حياة الو ايوة مين والمجهولة دحكت بشر انت مش عارفاني ولا ايه حياة لا مين انت مش مهم المهم اللي هو عايزة اختك وما يحصل لهاش حاجة تجعل عنوان ده بس من غير مخلوق ما يعرف حاضر حاضر والله ما حدش هيعرف ما حدش يعمل لها حاجة شطرة وقفلت المجهولة الهاتف وضحكت المجهولة والباشا وهالة بشر ووصل سار ووليد ليوسف في الاسم انا عاوز جهاز مراقبة للتليفون امي يا يوسف ليه يا سار انتو شكين في حاجة ولا ايه بصراحة ايوة اصل حصل وبدأ وليدي يحكي ليوسف اللي حصل ويوسف قال طب دي ايه اكلها الرأي بتليفون مدام هالة وفعلا بدأت العمليات بمرأة بتليفون هالة وفي المستشفى حسام قال حازم عملية للوكيت يا دكتور الحمد لله هو كويس دلوقتي وهيروح غرفة عادية الحمد لله يا رب وبعد وقته قصير تنقل حازم لغرفة عادية وحسام قال له حمد لله على السلام يا الزز الله يسلمك يا حبيبي وفي مكان المهجور انا هتصل بسجر علشان ما يحسش بحاجة ايوة علشان الخطة تكون ماشية صح صح سقر مستهل احنا لازم نخلي بالنا منه جدا اكيد وانت اكتر واحدة عرفها ورنت هلالة سقر او ما بترن رض وما تحسسهاش بحاجة وحاول تطول معها في المكالمة علشان نقدر نحدد مكانها تمام وفتح سقر التليفون وفتح مكبر الصوت ايوة يا حبيبي عاملين ايه مش كويسين يا امي هو انت ما تعرفيش الاخبار لا يا حبيبي مش عمك محمود ومرت عمك وصل عندكم وسقر هو بيحاول يطول معها في المكالمة ايوة بس بنت عم تخطفت يا امي يا لهوي حياة خطفت لا يا امي شمس ايه ده انتو لجتوها ده خبر كويس والله بس حد خطفت يا امي يا لهوي ازاي ده انتو تعرفوا مين خطفها لا ما نعرفش بس اكيد هعرف وساعتها مش هسيبه مهما كان هو مين وها لو ده في قلبها الخوف طب يا حبيبي لو في اخبار بقى طميني انهاك فيل دلوقت تمام بس وانت فينك ده انا 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 عند حنين يا حبيبي انت عارف انها محتاجة ليسأل عنيها تمام يا امي انا هكفل واه بجي سلمي على حنين ويفلتها لالتليفون وهي قلقانة جدا وخايفة والمجهولة بتقولها في اي مالك مش عارفة كلام سجرك ده خوفني ليه هو عارف حاجة لا بس حسيت بحاجة غريبة من كلامه قبري المهمة ستة هنم شكلها على وصول يلا نجهز علشان نشوفها تمام ويلا نشوف الستة شمسة هي كمان وراحوا عندي سماء اللي هي شمس وعند سقر والد قال له هتعرف تحددوا مكانها يا يوسف هي جالت انها عند بنت خالت في المحافظة احنا حددنا فعلا مكانها بس للأسف مش في المحافظة يا سقر امه الفين فيه ومستنين ايه يلا بسرعة اكيد سماء معها وخرجوا سقر ووليد ويوسف والقوة الى مكان هالة والباشا واسناء الطريق اتصل سقر على حياة لكن حياة ما بتردش فهي وصلت للمكان المهجور وقلق سقر على حياة ورنى على محمود رد محمود وقال له ايوة سقر يا ابني الحقنا حياة مشيت ما نعرفش فين يعني هي ما تعرفوش راحت فين ميار سمعتها هي بتكلم حد وقال لا على مكان شمس وهي مشيت بسرعة وما حدش يارف عنها حاجة ومشيت والتليفونها مقفول والسقر زعق ورمى التليفون في أرضية العربية ووليد قال له فيه يا سقر حياة مشيت وبيقولوا انها راحت عند مكان شمس طب لو هي راحت هناك يلا بسرعة بدن ما يعملوا فيها حاجة والله يا وليد ما راحت حد لو حصلوا لها حاجة وراحوا بسرعة جدا على المكان المهجور ووصلت حياة للمكان المهجور وحياة بصدمة هو انتم ايوة احنا اللي ورا كل حاجة ليه اللي عملتلك ايه قولي ما عملتش ايه المهم ان سقر والفلوس هيكونوا لينا وانت فكرة لما تموتيني سقر هيكون لك يا نسرين ايوة هيكون لي علشان هقولك انت مش هتموتي متعادية وحياة بالصغرب من كلامها تقصد ايه وخرجت نسرين ازازة ميت نار وقربت من حياة وحياة بخوف انت هتعمل ايه عوزاي مني انت لسه شفتي حاجة انا عملتلك ايه عملتلك ايه وبدأت تصوت وتصرخ وهلا قالت لو صوتت من هنا للسنة الجاية محدش هينقذك من ايدنا وقربت نسرين لحياة وفتحت الازازة وقربت من وش حياة ولسه هتنزل على وش حياة هب دخل صقر وزقي ايد نسرين بس للاسف اذا زميت النار كلها نزلت على وش نسرين وعلى جسمها ما هو من حفر حفرة لاخي وعافيها وده كان نصب نسرين وجريت حياة على حضن سقر بدموع وخوف ودخلت القوة ودخل وليد وانقسمها هي كمان لكن كانت الصدمة تحل سقر نعم فهي امه ولماذا ولماذا هذا الاجرام فيها لا وكمان الباشا وسقر قال امي كويس انك وصلت يا سقر امك يا العمل الكل ده اخرص خالص لا كان يومي سود لما سمعت كلامك قلتلي ان نص الشركة هتكون لي وانتهبل يا مهر بي علشان تاخد املاجه ابني يعني ايه تقصد ايه يعني الباح وجهت كلامها لسقر سقر حبيبي انا عملت كل ده علشانك وعلشان مستقبلك ويكون كل حاجة تحت يدك لا يا هالة مش بالسهولة دي هسيبك بعد كل ده تضحك عليها ما خلص يا مهر بيه كله تكشف وكان سقر قاعد يسمع كل ده وهو صامت تماما نعم فهو لم يجد الكلام ولا لسانه قادر على التعبير فكل اللي حواليه كذب وخدع ونفاق ومهر قال مش هسيبك هالة انت مش لازم تعيشي مش لازم وخرج مهر مسدس من جيبه وضرب طلقه جت في قلب هالة لحظة صدمة لحظة صمت وزهول وغضب وجميع ما تتخيلوا من شعور سقر أمي وجرى يوسف ووليد ومسكوا ماهر وسقر وحياة جريوا على هالة أمي جومي وقعدت حياة جنب سقر ومسكت فيه وهالة نفسها بيطلع بالعافية حجك هالة يا ابني أنا أنا كنت بعملك ده على شانك خلاص يا أمي خلاص خلاص ما تتعبيش مش وقت كلام عدوا يطلب لي ساعات بسرعة خلاص يا سجر ما فيش فايدة ده جزت علشان عملت كتير وبعدين بصت لحياة وقالت سمحني يا حياة وقل لي لأمك تسمحني خلاص خلاص يا طن خلاص علشان ما تتعبيش سجر خلي بالك على أخواتك وغمضت عينيها أمي لا لا جمي يا أمي جمي وعد أيام على وفاة هالة وكانت حالة سقر وحشة قوي وكان حابس نفسه في قطه وبس أنت عندها نهيار عصبي وحسام حلته تغيرت خلص وما بقاش يكلم حد وعمر اللي مش عرف يعمل حاجة لعياله وتعد أيام وأيام وشهور وماهر تعدم ونسرين أخذت نصبها وفضلت مشوهة ومحروقة وما بقتش تظهر خالص وفي يوم قامت حياة من النوم ودخلت قضة سقر سقر يا سقر أم بقى وقام سقر من النوم وقال أيوة حياة يا حبيبي أم علشان ننزل القاهرة علشان الشغل بقى مش عارف هواجه الدنيا الزاي بعض اللحصل ده يا حبيب أنا جنبك وهفضل جنبك ونعدي كل حاجة مع بعض ربنا نخلك لي طب يلا بقى أم علشان ننزل نفتر ونشوف بسنت وحسام وناخدهم معنا يغيروا جو وجه السقر ونزل تحت هو وحياة وكانت بسنت قاعدة شردة وحسام قاعد جنبها وبيلعب في التليفون واسهم ومحمود وعمر بيكلموا عن الشغل ودخل سقر عليهم وقال صباح الخير صباح النور وعاد سقر في الوسط بين بسنت وحسام وقال المزة بتاعتنا والبطل عاملين إيه و بسنت بحزن و هي بتحاول تخفي الحمد لله يا بيه هنعمل إيه ما في الجديد لازم يكون فيه جديد ونعيش حياتنا روحي وكمان حازموا لي لاتصلوا بيه وعاوزنا عشان الشغل وحسام بابتسامة تمام ننزل من روح القاهرة بس أنا ماليش نفسي يا بيه ماليش نفسي أعمل حاجة ولنزل يا سلام يا ست بسان هم لايزان أروح أعود مع ميار لوحدنا من غير الراجل بتاعنا وبتسامة بس أنت وقالن والله انت اللي بتخرجيني من اللي أنا فيه أيوة كده يا شيخة تحكي علشان نروح نعمل مقالب بتاعتنا في سقر بكك ده ماشي أيوة وحسامة يساعدنا كمان لا يا ستي أنا ماليش دعوة ده رئيسي في الشغل ممكن يرفضني وفضلوا يهزروا يضحكوا ونسوا حزنهم وزعلهم حتى نزلت سما هي التانية وسمى برقة صباح الخير عليكم صباح النور تعالي يا روحي وراحت سما وعدت جنبهم وبعدين قالت استسار هو ناين فانزل معك الشغل تاني إيه اللي بتقولي ده يا سامة رباقة شركتك زيك زي بسنتي وحياة لا معلش أنا زي مانا يعني تكون شركتك وتشتغل عند صجر سكرتيري أيوة وإياني يا حسام بصي أنا هريحك انت هتنزل مع حسام المصنع وتمسكوه انتو التنين بس يا أستاذ صقر ما فيش بس وكمان ما فيش أستاذ دي انت بنت عمي واختي مرتك تقوليه للصجر فاهمه حاضر طب أموا يا أولاد جهزوا علشان تلحووا تمشوا وتوصلوا بدري وسقر وحياة وبسنتو وحسام وسما قاموا يجهزوا نفسهم ويجهزوا الشنب بتاعتهم للسفر وبعد وقت قصير جهزوا ونزلوا لتاح وادعوا سام ومحمود وعمر ويركبوا العربية وانطلقوا لطرقهم من القاهرة وأثناء الطريق حياة قالت سقر أنا جعانة حاضر يا روحي محتاجين يا و بس أنت قالت هتلين عصير وبسكويت وخلاص يا بيه واسام قالت ويرت قهوة يا سقر دمجي وقعانة وحسام قال لا ما فيش شرب جهوة هنجيب لك عصير يا سلام أنا عايزة قهوة قلت ما فيش جهوة يلا صجر ننزل ونزل سقر وحسام يجيبوا الحاجات للبنات واسامة اف أخوك وحسام ده رخم قوي يا بس أنت معليش يا سوسو استحملي وغمزت حياة البس أنت وقال يمكن خاف عليك يا سامة يا شيخة اتلهي وسكوتي وبعد وقت قصير ركب سقر وحسام تاني العربية وجابوا حاجات كتير قوي وبدأوا بفتح الأكياس وبدأوا يأكلوا وشغلوا موسيقى هادية لحد ما وصلوا القاهرة وكان في انتظارهم حازم وما يروا والد والد قال أخيرا يا راجل نورت القاهرة وحازم بصل بس أنت وقال والله وحشتني يا صقر وحشني كلامك وشكلك وكل حاجة فيك وابتسمت بس أنت بكسوف وحسام قال ما تتلم يا راجل حازم الله احنا وكفيا من قال لكم تجيبوا الودة ما سبتهوش لهناك اوه وحشني أو يا بنات او المجانية اتلموا على بعض تاني اتلم يا راجل حسام يا روحي وانت كمان وحشني أو يا ميار ووالد قال طب يلا نطلع بذي الوقفة دي يلا يا بنات اطلعوا انتوا الأول واحنا هنجيب الشنط ونطلع وراكم وطلعوا البنات وفضلوا الشباب تحت بتكلموا وصار قال وليال جهزت طجم الحراسة ايوه صقر وكمان حازم جاب دادة تقعد مع البنات وتكون معاهم كويس جوي انت الآن من ايه صقر مش عارف والله يا حازم بس جلبي مش مرتاح ربنا يستر اهم حاجة ما تحسسهمش بحاجة فعلا يا حسام وكل واحد فينا يخلي باله من واحدة فيهم كده كده بس انت هتكون معايا في الجامعة ومش همشي من الجامعة لما وصلها بنفسي او انا معايا ميار وبرضو مش هتحرك من غيرها تمام جوي وطبعا يا حسام سمها تكون معك في المصنع ماشي يا صقر ربنا يستر هو حازم ايه؟ بس انت بكرة كده هتحتاج سكرتيرا ايه نزلت اعلان انا في الصعيد بخصوص سكرتيرا وهيجيه لبكرة كام واحدة كده تمام وانت فاكر المجموعة لها يقول التدريب في الشركة عندنا تمام هو كان كام عددهم اربع شباب وست بنات تمام المفروض يبدأوا من ميته من بكرة بكرة هتروح هتلاقيهم تمام يلا بينا نطلع نطمن على البنات وبعدين ننزل عشان نروح ننام ونقوم بدري عشان نشوف اللي ورانه والشباب قالوا تمام وطلعوا تطمنوا على البنات وبعدها نزل على طول وراحوا ناموا والبنات كمان ناموا واجاء صباح يوم جديد يوم مشمس اليوم هيبدأ بالبطلة بتاعتنا عند حياة والبنات قامت حياة وجهزت لنزلها مع سقر ولبست حياة جيبق سيارة وجاكت عليها وكانت جميلة وكان التقم بتاعها تحفة وخلصت حياة ونزلت لسقر وكان سقر بيبص الحياة من فوق لتحت وسقر بصدمة ايه اللي انت لبسها دي يا حياة؟ بصت حياة نفسها وقالت؟ مال اللي انا لبسها سقر؟ مش شايفة انها جسيرة جوية؟ لا مش قسيرة هو يلا عشان ما نتأخرش المرة دا هنمشي بس بعدك ده ما شوفكش لبسها كده تاني ان شاء الله ممكن يلا بقى؟ يلا وفتح سقر العربية الحياة وراحوا للشركة وقامت بسانت ولبست هي كمان تقم كجول وكانت زي الامر وطبعا حازم منتظرها هو كمان تحت ميار؟ سما يلا جومه وليد وحسان مستنيين كتاع حضر يا بسانت روح انت علشان ما تتأخريش ماشي يا ميار بس جومي الغيبوبة لجنبك دي علشان حسان ما يتعصبش عليها وقامت سما وقالت نعم نعم ويتعصب عليها ان شاء الله يعني جمت دي الوقت والله يا سما المصنع هيسمع النهاردة زعيكو انت وحسام النهاردة ان شاء الله اخوكي اصلا ده رخم معرفش مو ازايك انت وسقري ليه وميار قالت انت لسه هترغم يلا يا ماما انت وهي كل واحدة تشوفها تعمل ايه انا نازلة لحسان حازم هينفخني وينزلي بسانت التحن وحازم قال كل ده تأخير انا مش رنيت عليك من بدري والله يا كنت بجوم ميار وسمع نعم يا اختي ايه لسه جايمة ربنا معك بجا يا حساء طب يلا احنا بقى كفاة تأخير وركبت بسانت مع حازم والتجه للجمع وحسام قال ماشي يا سما الزفت لو موريتك على التأخير ده والله يا ميار لربك على الوافة ديه وبعد وقت قصير نزل السماء وميار وحسام قال ايه التأخير ده يا ستة هانم ما تأخرتش ولا حاجة طب يلا عشان ما تنرفس عليك انت يا دي انت احترم نفسك وواليد قال بس انت هو يلا تكلوا على الله وانت يا ستة ميار يلا انا هعرفك عشان الوافة ديه وقفت ايه هي وقفة العيد وكمان بيت استزرافي ماشي يا ميار يلا يلا خلونا نمشي وركبت ميار مع وليد وسماء مع حسام ويراحوا لعملهم وعند سقر وحيا وصلت حيا وسقر للشركة ودخلوا الشركة واول ما دخلوا بدأ يتكلموا ويتهمسوا عن حيا وسقر وكان في مجموعة من الطلاب والطالبات جايين يتدربوا في الشركة وشافهم سقر وراح لهم وحيا راحت تجيب قهوة لها وحيا قالت سقر جيب قهوة واجي ماشي يا روحي وانا اشوف مجموعة الطلاب اللي هتدربوا وانتهات جهوتك وتعال عندي علشان انت هتكوني مسكولة عنيهم تمام خمس داية واجيلا وراح اتحيا وراح سقر للمجموعة الشباب وصار ايه صباح الخير يا شباب صباح الخير صباح الخير احب اعرفكم بنفسي انا صجر الهلالي رئيس مجموعة شركات الهلالي وهجر قالت هو حضرتك اللي هتدربنا لا مش انا طبعا هتيجي الاستاذة حياد الوكيت وهي اللي هتكون معاكم وهتشرف عليكم وكمان انت عشر وانا محتاج ثلاثة بس واكتر ثلاثة هيشتهدوا هم اللي هيتعينوا معنا وعبدالله قال طب هي فين الاستاذة حياد انا هو صباح الخير صباح النور وزهرة بتناكة انت بقى اللي هتدربينه ايوه انا ولما تتكلم معايا تتكلم عيدك وهجر بتكلم زميلتها سلمة ياريت استاذ سقر كان هو اللي هيدربنا قال له انت وقعت فيه من نظرة ولا ايه انت مش شايفة ان امور قوي لو سمحتم اي حاجة هتشوف انها صعبة عليكم تقول لي او الاستاذ سارف مكتبه ايوه وطبعا هيكون معاكم مهندسين على اعلى اعلى مستوى المهم تكونوا مرتاحين معاهم ولو في اي مشكلة انا واستاذ حياة هنكون معاكم دلوقتي هنسبكم تتعرفوا على الدنيا في الشركة واستاذ اشرف هيكون معاكم وهو هيوصل لنا كل حاجة واشرف قال ان شاء الله انا هكون معاكم عن اذنكم احنا يا الله يا حبيبتي اتفضلوا يلا بينا علشان القهوة بتاعتي بردل وهاجر قال ايه ده ده بيقول لها يا حبيبتي مش عارفة يا هاجر ممكن اخته وظهر قال ايه ويمكن حبيبته وانت مالك انت يا ست زهر مهتم يا اوي كده ليه اصل سعر مز قوي وجنت القوي وعبدالله قال والله انت بنات فضية وسلم قالت المهم دلوقتي يا جماعة الشغل شركة الهلالي مش اي حد بيشغل فيها وهاجر بتفكير لازم اعرف حياة ديت كل صار ايه وفي الجامعة وصلت بسنت وحازم وبسنت قالت انا هدخل انا ماشي يا ستي بس بسرعة عشان هدخل بعدك اوكي وجريت بسانت ودخلت قاعة المحاضرة ودخل بعدها حازم صباح الخير صباح النور عاملين النهاردة الحمد لله انتو عارفين اني فيه امتحان بعد يومين اكيد يا باش مهندس وانا متأكدة انه هقفل في الامتحان وبص حازم لبسانت وقال بس اللي هيجب تأدير وحش مش هيدخل لي يا محاضراتي تاني وبسانت لنفسها ده لي الكلام ده ولا ايه واش روء صديقة بسانت يا لهوي هتعمل ايه يا بسانت بتا تلحق تلم المحاضرات اللي عدي تعليقي مش عارف اعمل ايه ربنا يسر يلا نبدأ المحاضر ويبدأ حازم المحاضرة وعنده حسام وسمى في المصنع حسام قال تعال على مكتب الاول نفطر وبعد ان ننزل نشوف العمال مش عايز افطر معاك نقول علي تنفذ اف يلا قمشت سما ورا حسام لمكتبه وكانت فيه سكرتيرا نورا واحسام قال صباح الخير صباح الخير يا حسام بي عاوز ورج اخر تسلم بضاعة حاضر يا حسام بي اف ممكن يلا ندخل بدل محن اللي احنا في ده طب تعال يا بططي بططك يا نهارة ولسه هتكمل شد احسام ودخل هالمكتب انت زي تشدني كده يا استاذ انت انت مين انت ولسه هتكمل راح حسام مسك ايدها وسمى بصدمة ووصلت ميار ووليد وبدأت ميار شغلها وكان لازم تعمل عملية لطفل وعملية خطيرة خرجت ميار من العمليات وهي منهارة ومش عارفة تقول خبر وفاة الطفل اللي هو ازاي والممرضة قالت هتعمل اي يا دكتورة ميار مش عارفة مش عارفة هقولهم ازاي انت عملت اللي عليك يا دكتورة مش هقدر مش هقدر اقولهم وبعد وقت قصير خرجت ميار والدموع فانيها واهل الطفل طمينين يا دكتورة انا انا مش هارفة اقولكم ايه بس اشد حلكو يا جماعة لا لا ابني انت موت ابني انا عايز ابني والله هنا اعملت اللي علي لا كان نسبة النجاح كبيرة انت موت ابني انا هشتك عليك وميار بصدمة وعد التعيق وفي الشركة حياة كانت قاعدة مع سقر في المكتب وصار قال لا تيجي اقولك حاجة يا روحي هاوزي اقولك بس اسقط بقى يبجانا لها جوم المرض يا حبيبتي وقام سقر الحياة ولسه بيمسك ايدها لكن فجأة دخلت هاجر عليهم بدون استئزان او حتى ما خبطتش على الباب وسقر بعزبية وغضب انت هابلة ازاي تدخلي من غير ما تخبطي اهم انا اسفة بس ما كانش في سكير ارتيرة برا وحتى لو المفروض تخبطي على الباب وهاجر بغز من حياة ما كنتش عارف ان الاستاذ سقر مع حد لا والله وانت بقى تجي في اي وقت وتفتكر ان الاستاذ سقر مش عنده حد تدخل كده عادي كلامي مش لحضرتك انا كنت جاية لأستاذ سقر لا والله كلم يا استاذ سقر وابتسم سقر على كلام حياة وغيرتها وانت كنت جاية عاوزة اي يا استاذ كنت جاية اقول لحضرتك اني ممكن اتأخر لما اجي بسبب اني بيتي بعيد الكلام ده مع المشرف استاذ اشرف ما استاذ اشرف قال لازم اخذ الموافقة من حضرتك تمام تمام بس دهي خليك تتأخري لما تروحي على ما تخلط تدريبك فاتروحي متأخرا عن صحابك مفيش مشكلة يا استاذ سقر المهم ان حضرتك ما تزعلش لما تأخر الصبح وحياة بغيرة لا والله طب اظن يا اختي اني جاوب على طلبك فضلي على شغلك هو حضرتك مش طيقاني ليه نعم يا روحي وانتي مين انتي تبتستهبلي لو سمحت لملسانك ايه ده هي تجننت ولا ايه سقر البنت دي ما تعدش في الشركة ديها واحدة وانتي مين علشان تقولي لمشي ولا لا بس كفاية وانتي يا استاذة تفضل للوقيت والله يا سقر هو ده اللي قدرت عليه طب والله من دخل الشرك غير لما البت دي تمشي وخرجت حياة وهي متعصبة استاذ سقر انا اطلع برا دي الوقيت وخرجت هاجر وهي بتتكلم وبتشتم حياة في سرها واقعد سقر على مكتبه وهو بيمسك راسه بقلت حيلة وفي المصنع سمى بصدمة انت حيوان ازاي تمسك ايدي شش عشان تشكوتي وماسمعش صوتك عارف لو عملتها تاني ما تلومش غير نفسك وخرجت سمى بعصبية لبرا وحسام قال شكلك هتتعبين يا سمى واسناء خروج سمى قالت لي سكرتيرا انت يا ابتا انتي تجبي لي اهوة على مكتبي وكمان وراء الصفقة المهم ووراء الاجتماع حالا حاضر ويريد بلاش موحن وشوف شغلك ولو اتأخرتي ما تزعلش مني خمس دقائق واشوفك في مكتبي ومشت سمى على مكتبها ونورة قالت اف يا ساتر منها وفي الجامعة خلص حازم المحاضرات وخرج وخرجت وراء بسانت باش مهندس حازم نعم يا بسانت ممكن اتكلم مع حضرتك شوية اكيد تعال على مكتبي وراحت بسانت هيو وحازم على مكتبه ها ستي عاوز ايه انت عاوز تشئليني يا جدعنت يا ستي لارب ليه كده انت عارف ان فايتني كتير وازاي عامل امتحان لا هو كمان بتتحداني مين قال كده اذا كاننا اللي هساعدك ساعدني ازاي انا هزاكرلك اللي فات ايوة ايوة قولك ده بقى لا ويتفهمي صح بانك يا حازم انا مش زي البنات الملزجة بتاعتك دي وانا هزاكر ومش هحتاجلك ابدا لما نشوف هتحتاجيني ولا لا يا بس بوسا اف منك وخرجت بعصبية من مكتب حازم وحازم دحك ها 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 بحبك وانت عصبية وفي المستشفى جا والد على زعي اهل الطفل وما يرموا نهارة من العيد والد قال ايه ده في ايه في ايه يا ميار وليد الحقني ايه دي ايه دي احكيلي في ايه هو ابو الطفل ايه الدكتورة دي موتة تبني انت يا استاذ ممكن تهدى عشان افهم تفهم ايه بقولك موتة تبني والله لقى يا وليد الولد عنده انيميا وانا بعمل له لعمل ليلولد قلبه وقفك طيب ايه دي والله والله مش انا اللي موتة يا وليد منك لله انا هبلغ عنك اللي عندوك وعملوه وكده كده النيابة هتطلب تشريح الجثة وعرضها على طبيب الشرعي وماشي أهل الطفل من المستشفى هو والد أخذ مير لمكتبه ممكن تهدي بقى أنا خيفة أوية ولي ما تخافيش وأنا جنبك وبعد لحظات كانت الحكومة بتدخل مكتب وليد أيوة فيه ايه مطلوب الأبضاء على دكتورة ميار أنا تمام تقدر تمشي وأنا هجيبها واجي مش هينفع لازم هي تمشي معنا أنت تجننت أنت مش عارف أنا مين أيوة بس مفيش بس قلت لك تفضل وماشي الزابط ومير نهارد في الأرض ووالد قال ممكن بقى تهدي عشان نتصرف أنا خلص خلص انتهيت أنا جنبك وبعد نخرج تليفونه ورن على سقر أيوة يا وليد بتقول إيه أنا جاي حقلا تمام ورن كمان على حازم يجلنا تمام تمام مع السلامة وقفل سقر تليفونه ورن على حازم أيوة يا حازم تيجي لدي الوقات على الجسم ليه فيه إيه يا سقر بتقول إيه طيب طيب أجيب بسانتا ورواحها وأجي ليك وقفل تليفونه حازم وجرى على قاعة المحاضرات وحازم جرى عند بسانتا وسط الطلبة ومسك إيدها وسحبها وراء وسط كلام وزهول الطلاق سيب يد يا حازم أنت مجنون لا لازم نمشي بسرعة فيه حصل إيه سقر كويس ما يرحص الله يا لهوي طب يلا بسرعة نروح ليها لا أنت أتروحي وبعد كده أنا أروح لا طبعا أنا لازم أروح وكن جنبها أعمل إيه في دماغك دي طب يلا بسرعة ركبي وركبوا العربية وطلوا على الإس وعند حياة نسى تحية تليفونها في المكتب ورجعت تجيبه لكن أوقفها هذا الصوت أستاذ سقر مش هنا خرج ولو رجعت علشانه وبصت لها حياة من فوق لتحت وقالت وانت مالك أنا رجعت علشان سقر ولا لا أصلا سقر كده من غير أستاذ لا ده شكل الود بينكو كبير قوي أيوة فعلا الود بيننا كبير قوي لدرجة انت عمرت ما تتخيليها وده ليه إن شاء الله لأن اللي بتتكلمي علي ده يبقى جوزي إيه؟ جوزك؟ أيوة شفتي بقى وامشي بقى علشان ما تعصبش عليك ومشت حياة وهي بتشتم سقر في سرها وبتقول ماشي يا سقر ماشي حتى ما كلفتش نفسك وجدت صلحني ووصل سقر وحازم وبسان وكان والد مع ميار في الاسم وصار قال ها عملتو إيه لسه ما دخلناش يا سقر ميار يا روحي ما تقلقش إحنا جنبك خايفة خايفة أو يا بسان تخافي ليه مش انت متأكدة من شغلك أيو أيو والله مهن السبب في الوفايا سقر يبقى خلاص وبعدين الموضوع مش هياخد خمس زجايق وإحنا معاك سقر كلم الرائد يوسف وشوف كده هيقولك إيه يوسف خمس زجايق وهيكون هنا ووصل يوسف بعد وقته قصير ويوسف قال هيا يا جماعة ايه الدنيا ادخل انت عرف لين الدنيا ويدخل يوسف وخرج بعد وقته قصير والد قال هيا يوسف طمننا الوضع ما يطمنش إزاي يعني يعني دكتورة مايار هتفضل هنا لحد ما الجثة تتعرض على الطبيب الشرعي يعني يعني هتحبس للأسف ده مش هيحصل أبدا يا يوسف مرات وليد الجرحي تكون في الحبس الثانية وكل باستغرب وليد قال أيوة مايار هتكون مراتي طب تعالوا ندخل نتكلم مع الظابط الأول يلا ودخلوا كلهم جوه وفي المصنع فضلة سما تشتغل في الملفات حتى دخل عليها أحسام مش كفاية شغلي بقى جو مع عشان أوصلك فاضل أخر ورقة هخلصها بس وأحسام ابتسم على سما وتليفونه رن ألو إيه؟ إيه زي ديه؟ طب أنا جاي حالا وإيه في التليفونه؟ في أحسام مايار وبدأ يحكي لها طب وحيا في دلوقتي هي معهم؟ مش عارف بس الصجر ما جليش حاجي دي أهرنا عليها وردت حياة على سما أيوة يا سما أنت فين يا حياة؟ أنا في الشركة أنت اللي فين؟ أنا هخرج واجيلك على الشركة ماشي يا روحي هاستناكي ويفلت سما الخط وقالت شكلها ما تعرفش حاجة طب يلا هو أصلك عند حياة وهمش أنا عند صجر تمام وأخدت سما شنطتها وخرجوا بره ونورة بسهوكة هو ينفع روحي يا أستاذ حسام؟ خلصي شغلك وروحي أنا خلصت يا أستاذ حسام هو فيه بقى يلا وصلنا خلينا غور وكملوا المحن ده بعدين محن؟ محن هي يا أستاذة بيت اتعدي لفطريك كلامي أحسن أقسم بالله مشيك من شغلك ده؟ نعم نعم وانت مينة علشان تمشيني نورة لما نفسك وانت بتكلمي لأستاذة سما رئيسة المصنع وإزا اشتري المستقبلية واتصدمت سما من كلام حسام ونورة بتستنعي الزال؟ حضر يا أستاذ حسام بس يريد ما تنساش اللي بنا نعم؟ أفندم بنا إيه؟ انت عبيطة أبتت ولا إيه؟ ممكن توصلني ولا أمشي وأخذ تكسي يا أحسام لا لا هدي أنا أوصلك وبعد نوجه كلامه النورة؟ وانت حسابك معي بعدين يا نورة لجهازات اللي لميتك من الشارع ومن بكرة تنزل الحسابات وتاخذ حسابك وتمشي وخلص كلامه وأخذ سما ونزله وراحوا للشركة ونورة قالت ماشي يا أحسام ماشي وفي الشركة كانت حيا قاعدة في مكتبها وسمعت الصوت جامد من برا وخرجت بسرعة وكان الصوت جاي من مجموعة الطلاب للتدريب وراحت حيا لي هناك واتصدمت لما شافت المنظر ايه ده؟ ايه اللي استهتروا عدم المسئولية ده؟ وعبداللي قال معلش با يا أستاذة انت عارفة خنائة البنات دي قلت أدب مش خنائة بنات وكانت هاجر وزهرة بيتخنقوا سوا وسلمة كانت بتحش بينهم وهاجر قالت أظن انت بالذات ما تتكلميش على الأدب يا أستاذة حياة وكل بصدمة من كلام هاجر انت مجنونة؟ انت قدي كلامك ده؟ ولو مش قده مش هقوله أظن الأستاذة المحترمة اللي المفروض تحافظ على مكان العمل مش تكون مزبطة المدير وكانت حياة وكل مصدوم من هذه الكلمة حتى جاء صوت من الخلف وانت ايه اللي مزعالك من واحد ومراته بيحبوا بعض في أي مكان وفي أي وقت ودروه الباقي على اللي بتطفل في حياة الناس زيادة عن اللزوم وانت مين انت كمان؟ وأحسام قال أستاذ أشرف نعم يا أستاذ حسام الأستاذ تاخد الملف بتاعها وتتفضل ما عندناش فرصة عمل ولا تدريب لها أصلا وهاجر بصدمة؟ لا لا بالله عليك أنا أسف أنا أسف يا أستاذ حياة بالله عليك خلاص مش هتكلم تاني أستاذ أشرف كلامي يتنفذ لا بالله عليك اتكلم يا أستاذ حياة حقك عليك ولو عايز أنا بوس إيدك هبوسها هو صعوبة على حياة خلاص يحسام سبها بس يا حياة هي غلطة فيكي وهي اعتذرت خلاص وجه سقر وحازم وكل من ورا وصار قال فيه هنا وبس كلهم لبرا وحسام قال أصلها جرشة تمت خلاص يا حسام قلت وبعدين وجهت كلامها الميار ميار فيه مالك وش كماله ووالد قال تعالوا المكتب ما ينفعش الكلام هنا واجتمعوا كلهم في المكتب وبدأ والدي يحكي اللي حصل وما يرفحوا الناحياة وحياة قالت كل ده حصل وانا معرفش حاجة محدش قال لي حاجة وبعدين بصت لسقر طب دلوقتي المفروض هيحصل ايه سقر وحازم قال الطبيب الشرعي هو لا يحدد بكرة ان شاء الله طب وهم خرجوا ميار خلاص يا حازم خرجناها بكفالة وفضلوا يتكلموا حتى جاء الصوت وراهم اللي من الخلف وكل نظر بالخلف بصدمة هو فيه هنا وبصت كل الخلف بصدمة وصقر قال عمي بابا فيه انتم متجمعين كلكم هنا وسابقين الشغل اصلي عمي ده وقت الغدى بتاعنا وحسام ساب المصنع وجاء يتغدى هنا لا انتم بتهذروا صح يلا يا استاذي انتوهية على شغلكم وكل واحد بعد كده يتغدى في مكتبه سمعتم يلا تفضلوا زيك يا بابا مال في الماما حبيبة بابا ماما راح تشاء عندكم هتعملكم اكل لحد ما نروح ومعها سعاد الشغالة هتساعدها يعني طنطن لا تعمل الاكل الحمد لله احسن زهقنا من اكل المطاعم والله طب يلا كله راح يخلص عشان نروح وراحت كله على شغله وبس انتو راحت مع حازم على مكتبه علشان يذكره شوية هو ميار وليد خدها علشان يهديها شوية ويشتغل وهي جنبه اما حياه مشيت مع سقر عند المجموعة ودخلت حياه لقوضة المجموعة وراها سقر وسقر قال هيا استاذ اشرف الشباب عاملين هي كويسين بس استاذة فاطمة بتكتهد يعني الكل بصراحة وبصت حياه الفاطمة لقتها محترمة بحجابها وزق وهدية زيك يا فاطمة الحمد لله يا استاذة دايما يروحي بيعد علي في مكتبه عوزيك حاضر وبص سقر اليها شكله في حاجة في دماغك ولا ايه وبصت حياه الهاجر وقال اظن انت كنت عايز سكرتير على مكتبك علشان لما حد يكون عايز يدخل عندك يبقى يستازن وما يطلعش كلام على ناس وخلاص وبصت هاجر بغل الحياة وقالت في سرها انا هوريك من هاجر وهاجر قال لو ما فاش مداية يا استاذة حياة ممكن اتكلم مع حضرتك شوية وحياة استغربت من طريق تغيير هاجر تمام بتعلي مكتبي وكانت حياة حاسة بالصدع ودخة جمدة ولاحظ سقري كده مالك يا روحي انت تعبانة ولا ايه مش عارفة بسن دايخة انت خدت لو السكر لا نسيت ليه بس يا حياة جومي معايا جومي وامت حياة وصقر ميسك ايدها وراحوا المكتب سقر وابتسمت هاجر بشر وقالت في نفسها وطلعت مريض السكر فالرجع اللي هعمله فيه علشان تحرقوني كده وفي مكتب حازم بسانتة قالت ده سهل جوي انا كنت ممكن ازاكر لوحدي طب الحمد لله انك فهمت بسرعة هو كان حد جل لكن ما بفهمش زوجة حازم المستقبلية اعقل وحدة في العالم وابتسمت بسانتة على كلام حازم وقالت ممكن اسألك سؤال اكيد اتفضلي انت بعد ما شفت البنات في الجمعة ما حاولت اشتغير رأيك وتشوف بنت غير ترتبط بيها ايه الكلام ده يا بسانت على فكرة بقى انا عيني مش بتشوف غيرك انت احلى واجمل بنت وفجأة جات رسالة على تليفون حازم وكان مكتوب فيها عايز اكلمك دروري وما تتأخرش علي وشفتها بسانت وادمعها نزلت وقالت مندي يا استاذ يا محترم والله انت فهم غلط لا غلط ولا صح انا هروح اشوف ميار ومشت بسانت بغضب من عند حازم اوه وبعدين حازم اتصل على البنت وقال هيا ستي في ايه تاني بالله عليك الحق اهدي اهدي في ايه وعندي سقر دخل سقر بحياة المكتبه وكان محمود وعمر بيشتغله وبيرجعوا الحسابات في المكتب واول ما شافوا حياة اموا بسرعة ومحمود قال حياة في ايه مالك مالها الصجر الاستاذة نسي الدواء السكر ليه بس كده يا حياة بنتي بابا والله والله ايه يا حياة انتي انت مستهترا بصحتك معرفش ليه فين دواك الاول وبعدين لنا كلام في شنطتي وجاب سقر الدوا واخدته حياة وبدأت ارتاح انا اطلب لك اكل لا لا انا اريد ارتاح تعبانا شوي طب اصبر اخلي واليد يوسلكم انت والبنات طب يلا يا سقر واذا خلت بس انت عليهم بردو ايه دا في ايه مالها حياة يا ابيه تعبت شوية عشان ما خليش دوا السكر يا روحي طب انت عملا ايدي الوقت والله بقت كويسة هو بصي واليد هيوصلكم واول ما تروح تأكلوها لحد ما اجي بالليل ليه انت رايحين فين يا سقر العمال يا عم محمود في المصنع عاملين اضراب عن الشغل هروح اشوف في ايه طب نروح معاك يا ولدي له له محسام وحازم هيروح معايا يا ابوي سما هتروح ولا هتروح معاكم لا يا عمي هناخدها عشان هي العرفة الورقة والشغل هناك هي مرتبة تمام خلي بلك منها يا سقر تمام يا عم محمود يلا روح نشوف وليد وميار وفي مكتب وليد كانت قعدة ميار بحزن وشاردة وواليد قال مش هتفوكي بقى يا حبيبتي خيف يا وليد خيف يا ابي والله قز بنان بس انا جنبك ومش هسيبك وده وعد ربنا يخلك لي يا وليد ومسك والد ايد ميار وبس ايدها وقال ويخلك لي يا يا قلبي وليد وبعدين دخل ساروحة وبسنت وشدت ميار ايدها من وليد احنا جينا في وقت غلط ولا ايه اتلم يا اض و جاي لي اصلا جم وصل البنات عشان حيات عبانة في ايمالك يا روحي مفيش يا قلبي انا كويسة هو تمام يلا بينا واخد وليد البنات وركبوا العربية وراحوا للشاء واخد سقر عربيته وحازموا حسن موسمة اتجهوا للمصنع وبعد وقت كبير ووصلوا للمصنع واتجه سأعرف مكان العمال وقال سلام عليكم يا جماعة عليكم السلام يا استاذ صاجر انا جيت اعرف مشاكلكم وعرف ليه زعلنين وعملين اضراب ورئيس العمال راجل كبير واسم عم فوزي وقال يابا احنا ناس على قد حلنا ولقمة العيش مسهلة احنا كلنا طلبين زيادة المرتبات شوية بس كده انا عناية ليكم واحد من العمال رخيم علي وقال وانتو بقى كل شوية تيجو تقولوا الكام كلمة دول وما نشوفش منكم حاجة ولا انتو مش حاسين بالغلابة اللي زيينة وانت بتتكلم بتتكلم باحترام انت فاهم انا اتكلم زي ما انا عاوز وحسن قال بتحترم نفسك اجرع انت بس يا بابا بس انتو مولودين في بقوكم وعلاقة دهب مش حاسين بينا والحق فوزي قال بخلاص يا ابني مش محتاجة الكلام اللي انت بتقوله ده وبعدين استاذ سقر ما اعطرتش على طلبتنا وانت يا راجل يا طيب حد يقدر يقولك له بس في عندي كلمتين هقولهم انا هزود المرتبات وهزود كتير بس لو ما لجيتش مكابل في الشغل انا هبدأ اصف الناس فاهمين فاهمين يا بيه وبعدين خرق سقر هو وحازم وحسن وثماء وثماء قالت سقر انا عايز اروح انا تهيب تأوي النهارده انا هروح اصهر شوية خدني معك يا حسام احسن مخنوق فيه انتو هو ما فيش يا سقر مخنوق شوية تمام يلا بينا احنا سماء تمام وبعدين بصت سماء لحسام وراح سقر هو وثماء للشقة وحسام وحازم راحوا المكان علشان يصهروا وقعد حسام وحازم على الكرسي على البر وجات لهم بنات بلبسهم صغف الله العظيم يا رب هين فاعد معكم طبعا يا عسل حدي طول وعادت البنت جنب حسام والفتاة التانية راح يتقعد الجنب حازم وفجأة جشب وشد ايد الفتاة اللي عادة جنب حسام واسها كده سيب ايدي وهنا ادخل حسام وانت مش شايفة قاعدة مع راجل لا مش شايف وبدأ عن وش بقى أبدأ عن وشك لا ده انت شكلك عاوز تتربى وبدأ الشجر بينهم وتدخل حازم لكن الشاب كان اقوى منهم بكتير وفجأة حاسب حاسب حسام وفجأة الشاب بقصر ازازة على رأس حسام وحسام اغمى عليه وفجأة البوليس دخل واخد الشاب وحازم اخد حسام على المستشفى وبعد وقت قصير وصل صار وسمى للشقة وعادوا وطلعوا الفوق وفتحوا دخل وكانت سهموا ميروا بسا بيجهزوا الاكل وحيانة مفقودتها وعمر ومحمود عادين قدام التلفزيون مساء الخير مساء النور يا ولاد أم الفين حازم وحسام راحوا يتمشوا شوي طبرنا عليهم خليهم يجوا بسرعة عشان نتعش سوا أم الحيافين وخرجت بس انت من المطبخ وقالت من لما رجانا وهي فقدتها تعبانا وصار قال طب هطلب لها الدكتور واسهم ردت عليه لا يا حبيبي مش مستهل هي بس شوية ارهاق وشكلها زعلانة كده ومحمود قال ازاي يعني انت زعلتها يا صقر لا والله يا عمي احنا كنا كويسين تبرنا على حازم وحسام وانت يا سهام جاهز الصفرة وخلي البنات يدخلوا يجيبوا حياة معانا بدل الجاعة اللي تجيبت تعب دي وقامت سهام تجاهز الصفرة هي والبنات وصقر عمال يرن على حسام وحازم ومش بيرده وواليد قال لسه برضو مش بيرده لا ربنا يسطر طب شوفوا صحابهم يمكن راحوا عنديهم ولا حاجة وبص سقر الوليد ورن وكانت الصدمة لسقر الو ايوة فين بتقول ايه طب انا جاي حالا انا جاي وكل بفزا فيه يا صقر ما تتكلم يا ابني فيه ايه حازم وحسام راحوا لمششفة اتخنجوا مع شوية شباب طب يلا بسرعة نروح لهم هم الشباب دول مش هيعجلوا ابدا مش وقته يا عامر المهم يكونوا كويسين وراح سقر الوليد وعمر ومحمود للمستشفى راحوا معنده حسام وحازم وفي المستشفى الدكتور خيط تراز حسام وحازم قال ايه ويا بطل بطل ايه باجا بعد ما تعلم علي لا ولسه الجايش كله جاي دلوقتي يا نهار وعد جول بابا والصجر وعمي اكيد يا ابني رنوا علي وعرفهم ودي حاجة تستخبى برضو يا لهوي ربنا يستر عليها النهار ده وبعد وقته قصير وصل سقر ومحمود وعمر ووليد ودخلوا بسرعة للقوضة وصار قال حصل ايه يا حازم ومين عملك ده الحمد لله جت سليمة واخنائت شباب يعني طب يلا يا استاذ انت وهو لما نروح نشوف الموضوع ده وليد وروح يدفع مصري في المستشفى وبعد وقته قصير رجعوا كلهم للبيت وعنده هاجر بتكلم سلمة لا لا انت فاكراني هستسلم بسهولة كده هتعمل ايه يا مجنونة مش الاستاذ هطلع عندها السكر تنوي علي بالزبط هقول لك وبس كده وبعد كده هو اعصى قرفية ده كفاية انه جنتل هو مز كده بس لو عارف مش هتعيش يوم بعدها لا ما تقليش مرتبة كل حاجة انا وفي الشقة سهاموا حياوسة موما يروبسان قاعدين على اعصابهم منتظر انهم يوصلوا ويتطمنوا عليهم وبسانت قالت هم اتأخروا كده ليه واسهام ردت عليها زمانهم على وصل يا بنتيه دي وميار قالت هي ترحسل ايه معاهم واسهام قالت ده اخرة الاستهتار وعدم تحمل المسئولية وحياة قاعدة من غير ولا كلمة واسهام قالت حياة يا روحي مالك كده من ساعة مرجاتي مفيش يا ماما زه انا بس والله نرؤمن اللي احنا في ده ونتفق نسافر سفرية حلوة كده فكرة والله يا مرات عمي وابتسمت حياة وعدت تفكر حتى جت لها رسالة من رقم لازم تكلميني ضروري يا استاذة حياة في موضوع يخصك ضروري وإلقيت حياة من محتوى الرسالة ولحظت كده سما مالكي حياة من لما جت لك الرسالة وانت وشك تغير ها لا مفيش انا بس شكلي جعانا وأثناء كلامهم دخلوا الشباب ومحمود وعمر والبنات وقفوا يتطمنوا عليهم واسهم قالت ايه دا يا حسام ايه اللي عمل فيك كده واحد ابن حلال وشكله حد داع علي وبصي السما وبس انت قالت ما هي طولت لسنك دي هتوديك في ده يا جريب وحزم قال المهم الاكل احسنان اجعان قوي طب يلا عشان نتعشه وانا عاوزكم في موضوع مهم وبعد وقت قصير عادي كلهم على الصفرة واسناء الطعام تكلم محمود انا عاوز اقول لكم خبر وسأروه الكل عادي بانتباه خير يا عمي في حاجة ولا ايه انا قررت ان فرحك انت وحياة الاسبوع ده وكمان حازمه بسانت وكمان مياره وليد والكل بصدمة من كلام محمود وقرارات اللي اخدها وحسن قال طب واني ماليش حد ولا ايه في حد في دماغك ولا نشوف لك احنا ايوة في نور السكرتيرا بتاعته وزار قال نعم يا اخويا يا بنت المفترية لا يا عمي مش هي دي واحدة هنه معانا واول حرف منها سمه نهر ابو كي سود يا بعيد ودحك الكل عليهم وصار قال وده بقى اول حرف ومحمود قال له المهم الاسبوع ده تبدأوا تجهزات وتخلصوا كل اللي وراكم علشان الفرح هيكون في الصعيد وسط اهلنا تمامك ده كل واحد يتعش ويروح بيته عشان بكرة تجموا بدري وتجهزوا لشغلكم الصبح مبروك يا اولاد وكل بسعادة الله يبارك فيكم ومحمود قال وإحنا بكرة هنرجع للصعيد تمام وبعدين سقر بص الحياة الصمتة الشردة وصار قال لها حياة جموا معايا في البلكونة عاوزك طيب وراحت حياة مع سقر في البلكونة هيا ستي في ايه بجا مالك أصلي هو ولسه هتكمل اتبعت لها رسالة تاني انت حياتك في خطر كلميني ضروري وبصت حياة بصدمة وخوف وخافت من الرسالة فيه ايه ومين بعت لك الرسالة دي وحياة بصدمة اعتت التليفون لسقر واخد سقر التليفون وبصله عليه وكان هو كمان مصدوم ايه ده ومين بعت لك الكلام دي ما عرفش مين بدر بتبعت لرسالة زي دي طب رلنا على الرقم دي وانا جنبك لما نشوف مين دي تمام وفعلا رنت حياة على الرقم ايوه مين انا فعلت خير وعايز اقولك حياتك في خطر ليه هو من اللي بيهدد حياتي حضرتك تعرفي هغر ايوه مالها هي هتحاول تموت حضرتك وهتحط لك حبوب علشان ترفع السكر عندك وحياة وسقر بصدمة من الكلام وصار قال ويه يثبت كلامك دي حضرتك ما فيش إثبات اكتر من انها تكون صحبتي وانت سلمة ايوه يا استر سقر انا سلمة طب هي عاوزتي اذا حياة ليه علشان بتحب حضرتك وحياة وسقر كانوا مصدمين تماما من الكلام وصار قال طب احنا هنقدر نعرف ازاي هتحطي الحبوب دي مش عارفة والله هي ما قالتش ليه هتحطها ازاي او عن طريق مين احنا بنشكر الجو يا سلمة والطميني اسمك مش هيتجال لما نكشفها شكرا يا استر سقر عن اذنكو وقفلت سلمة التليفون انا خيفه يا سقر ما تخفيش وانا معاك يا روح الصجر طب هنعمل ايه هقول لك والسقر قال لها وحياة ردت علي تمام بس بابا وماما مش لازم يعرف الطميني همك ديك دي هينزلوا بكرة الصعيد عشان تجهزات الفرح تمام يلا نطلع علشان ما يحسوش بحاجة وخرجت حياة وسقر للصالة وعادوا كلهم وانضموا للجميع واسهم قالت هيا روحي باتي كويسة ايوا يا ماما علشان بس ما كنش قال انا لما سفر بكرة ما تيليش يا ماما احنا معا هنا ها ايوا مرض عمي اطميني احنا معاها والسما كمان لا ده هي كده ايه لقت اكتر ووليد قاعد جنب سقر وبيقول له فيه يا سقر ما لك هحكيه لك لما نمشي فيه ايه انت قلقتني هقول لك دل وكية ثم سقر وجه كلامه الحازم وحسام وقال يلا بي نحن وبس انت رضت خليك شوي لا وبعدين انت لازم تذكري مش عندك امتحانات ولا ايه طيب وانا ما يار موضوع خلص اصلا واهل الطفل تنازع القضية لانهم عارفين انك مش السبب الحمد لله يا رب طب تمام بكرة مفيش واحدة منيكم تنزل من غيرنا ماشي ومحمود قال واحنا يلا ننام عشان ورانا سفر بكرة وعمر قال له يلا وقاموا الشبب وخرجوا والبناتوا تلموا كلهم في قضتهم واسهام قامت مع محمود قضتهم ونزلوا الشبب لتاهم والد قال فيه يا سقر قولي فيه ايه فيه ايه فيه ايه وبعدين بص حازم لسقر وسقر رد عليه حياة حياة في خطر ايه ازاي ومن دا اللي قرأ عارفين انتوا الطلبة الجديدة اللي جايين للتدريب ايوه من هم دول فيهم بنت اسمها هاجر وبدأ سقر يحكي اللي حصل وحسام قال له ايو ايوه البنت كانت شتمت حياة قبل ما تيجو وانا كنت اطردها بس هي فضلت تتمسكن لحد ما حياة قالت خلاص نسيبها طب تعمل ايه سقر لازم اوجعها بدون مخاطر بحياة حياة يبقى لازم نبلغ عنيها لا ممكن يكون في خطر على حياة املا هتعمل ايه سقر عينها سكرتيرة عندي وتكون تحت عيني طب وحياة هتوافى يا سقر مش عارف يا وليد بس دا الحل الوحيد طب يلا ننام وبكرا نشوفها نعمل ايه معها وراحوا دخل كل واحد على قطه وناموا كلهم وجاي يوم جديد مالي بلا احداث وبيقوموا البنات يجهزوا وبسن مالك يا حياة انت متغيرة من مبارح انا بالعكس دا انا مبسوطة يا حلوة هو مبسوطة لي بقى لا والله انتو مش عجبكو حاجة خالص يعني يا ست سما انا عارف هي مبسوطة ليه هو مبسوطة ليه يا اختي قولي يا مايار قولي علشان طنطوا وعمو سفروا يجهزوا للفرح ممكن برضو واخيرا هنتجوز يا بنات وبدأوا يغنوا كلهم اغنية مبروك علينا وفضلوا يغنوا ويدحقوا ويرقصوا وسقروا الشباب مستنينهم تحت وحسام قال اتأخروا لي دول مش عارف يا حسام ما تريننا اصار عليهم احنا كده هنتأخر حاضر يا حازم وليسا هيرين نزلوا البنات وليد قال اتأخرتوا لي كده معلش حسينا حياة متغيرة جلنا نعمل بالواجب معها اوف ما انتو هتمشوا تسيبوني في الشركة الوحدي ودي تيجي معها يلا يا بنات على الشركة والشباب بصوا البانت وحازم قال نعم يا اختي منك ليها لا طبعا يلا يا استاذ على الجامعة بلا عليك يا حازم النهار ده بس نكون كلنا مع بع وولد قال تمام تمام النهار ده بس عشان خطر حياة تسلم يا ولدي عسل انت وسقرب غيره لا والله فيها عم انت تغير مني وليه ده انا اخوها ياض عارف ياض بس ما تغزلش حدي غيري فاهم يا مادام صجر الهلالي حاضر يا سقر بي في حاجة تانية طب يا الله يا اختي انت وهي يركبوا ويركبوا البنات والشباب واتجهوا على الشركة كلهم وبعد وقت وصلوا للشركة لاربع عربيات واربعات ونزلوا كلهم ودخلوا الشركة وكانت العيون عليهم جميعا والمجموعة كانوا جلسين في الشركة منتظرين المدير اللي هو سقر طبعا وبص سقر لكلهم وطبعا وليد وحازم وحسام فاهمين سقر وسقر قال صباح الخير يا شباب صباح الخير يا أستاذ سقر اجتماع عليكم النهار ده وهاجر بمكر أستاذ سقر انا كنت عاوزة حضرتك وبص سقر الحياة عاوزة ايه لا معلش على انفراد تمام ابجي تعالي مكتبي ووليد قال المهم يا شباب انتم عارفين ان فيه اختبار لكم وسلم رضت ايوه يا أستاذ وبناء علي هتختاروا سكرتيرة قصة السقر وسقر قال طب كويس انكم عارفين وكنت عاوزة اقول لكم خبر كمان ايه هو اننا وحياة فرحنا السبوع الجاي وقال خبر على هاجر مثل السعقة وكل بدأ يبارك لسقر وحياة لكن كانت توجد من تحقد عليهم وهي هاجر وسقر قال طب كل واحد يشوف شغله بجأة جماعة وساعة واحدة نتجابل في غرفة الاجتماع وكل راح يشوف شغله وسقر اخد حياة مع على مكتبه وهاجر قاعدت تفكر هتعمل ايه وسلم قالت لها لسه برضو بتحب يقص السقر بعد ما خلاص هيتجاوز وهو كان مش متجاوز يعني من الاول ما هو كده كده متجاوزها بس هي لما تموت خلاص هيفكر اكيد يتجاوز تاني وساعتها هكون انا خدت مكان حياة دي انت عندك امل كبير قوي بكرة تشوفي لما تكون الشركة دي كلها تحت امري وساعتها تقولي كان عند حق هاه ها واي في مكتب سقر والد ايه تفتكر هتعمل ايه بعد ما عرفت خبر انك هتتجاوز هاه هاه ها وانت فاكر دا هيجسر عليها منك dayk day متجاوز حياة ابني طوصل دي يا سقر يعني هي كده هتسرع الموقف بس يعني لو كانت هتستعجل في متحياة فهتستعجل اكتر من الاول بس كده اخطر بكتير يا سقر ما انتم ما تعرفوش ان هعمل اي دلوكيات هتعمل اي يعني هتشوفوا دلوكيات هم البنات فين بمكتب حياة حسام انت وحازم روحوا عنديهم وما تخليش اي اكل او شرب يدخل لهم تمام يا صقر وخرج هو وحازم على مكتب حياة ووليد قال انت ناوى علي يا صقر احمي مرط يا وليد وفي مكتب حياة متجمعين البنات كلهم وحياة قالين عارفين احنا لازم نعمل حاجة مختلفة حاجة ايه بقى جاية ستة حياة لما تبطل هزار هقولين ما تسكتي يا بسانت لما نشوف حياة بتفكر في ايه ايوه خلها تسكت يا ميار والله انا ما نشعارفة ايه جو الاطفال اللي انتو في ده سبت منهم يا حياة قولي بتفكر في ايه اننا نعمل مبادرة بين فريقين وكمان اعضاء الشركة هنا هي شاركوا فيها الله الله فكرة حلوة بس تفتكر سجرة هيوافج سيبوا سقر علي انا طب راح يقولي له يلا يا حياة وشوف هيقولك ايه طب استنوا هرح اقول له يا سماة ولست هتخرج دخل حسام وحازم وحسام قال انتم متجمعينك ده ليه لا تكونوا بتتدفقوا علينا انك تقتلونا تصدق ممكن يا حسام لا ده مش ممكن ده اكيد في ايه انت وهو ها ما فيش انت راحة فين مش حياة قررت اننا نعمل مبادرة قورة واعضاء الشركة تشارك فيها بالزبط كده هو السعب انت وهو علشان اروح اقول لي سقر وحازم قال ها لا لا وحياة بشك لا ليه في ايه حازم وحازم قال ها لا لا وحياة بشك لا ليه في ايه حازم مفيش بس صار عنده اجتماع هو وليد ايوة بالزبط كده وتعالوا ننزل الكافية تحت نشرب حاجة على ما يخلصوا وماير قالت ايوة تعالوا طب يلا يا حياة ولما يجي نبقى نقول له طيب وراحوا كلهم لبرة واسناء خروجهم شافت حياة هاجر وهي دخل مكتب سقر وفي المكتب عند سقر والد بيقول له تفتكر اتيجي اكيد يا ابني اللي زي دي ما بتسدك تلاقي فرصة عشان تشوفني فيها ولسه بيتكلم الباب خبط وصار قال شفت اهجات جم خش الحمام وما تتكلمش وقام والد بسرعة وصار قال اهم ادخل ودخلت هاجر وقال حضرتك فضي يا أس السقر ايوه اتفضل ايه هو الموضوع اللي كنت عاوزاني فيه بصراحة يا أس السقر احنا نسعى لقد حلنا وانا كنت محتاجة شغل ضروري اوي بس انت لسا بتتدربي معلش بس والله محتاجة اوي الشغل ده وكمان هتبع التدريب مع شغلي تمام بس اشوف شركانه وهرد عليك اسناء الاجتماع بتاع المجموع بجد شكرا جدا يا أس السقر تمام اتفضل على شغلك وخرجت هاجر بفرحة انها حقاية اول هدفها واسناء خروج هاجر وفرحتها كانت حياوك كل منتظرين يشوفوا ايه اللي حصل وحيا قالت ودي مالها فرحة ناوي كده ليه ايوه مالهك ده ده ولك انها تتجاوى السقر تعالوا اما نشوف وراحوا كلهم على مكتب سقر وقالت اين هتعمل ايه سقر معاها هلعبها لحد معرف وراها حد برضو ولا لا المهم كل حاجة عني هتجيلي اوكي يا سقر بس وليسا هيكمل دخل البنات وحسن محازم وصقر قال في ايه مالكم احنا اللي في ايه ولا انت يا السقر مالها الستة هجر فرحانة اوي كده وهي خرجة من عندك حياة صوتك ما يترفعش عليها تاني انت فاهم يا مادم صجر والله عايز نعمل ايه وانا شايفة اللي عاوزة تموتني خرجة من عند جوزي اللي هي بتحبه فرحانة اوي كده وجوزي شكله نيسة كده وكل بصدمة من كلام حياة وبس انت قالت كانت عايزة تموتك ازاي ده ايه عايزة تموتنا علشان طريق سقر يقن فاضي ليها انا كنت حسن البنت دي مستهل خلصته يلا باجه تفضله كل واحد يشوف شغله يا اخسار يا اخسار تعالي تعالي يا حياة ننزل الكافيه واتفق شوية علشان ما تتعبيه ايه انزله وانحنا هنيجو وراكم واخدوا البنات حياة وخرجوا من المكتب ونزلوا لتحت وحازم قال ما نفعش كنت تتكلم مع حياة كده يا سقر اوف انا عامل ايه ما انتو عارفين ان كل ده عشانه بس ما كانش ينفع تزعله خصوصا انها لو زعلت بتتعبيه الصقر روح صالح حياة يا سقر وما ينفعش تزعلها انت عارف انها ممكن تتعب تمام تعالوا ننزلوا ويتغدى قبل الاجتماع ونزلوا للكافيه بتاع الشركة عند البنات وفيه القافيه حياة بدموه انا انا بيكلمني كده عشان البنت دي يا حياة ما تقرنيش نفسك بيه ايوه بس انت عندها حق وبلشت بيين انك ضعيفة يا بنتي ده جوزك بس انت لازم تغضي بالك من ده ممكن تعملك حاجة تفتكر يا سمح ولسه بتتكلم وجاه البريج بتاع الشركة وكمان المجموعة وكانت هاجر وسلمة داخلين وسقر والد وحازم وحسام داخلين وابتسم سقر الهاجر وكمان هاجر ابتسمت لسقر وسلمة قالت هي بنتي تهدي مرة تقعدة وملحظة احسن هي لسه شافت حاجة طب يلا ياختي ناكل قبل الاجتماع بتاع قصة السقر يلا وراحوا عادوا على ترابيزة المجموعة كلها وعند سقر والد قال روح يا اخويا صالح وكمان بتضحك لهاجر ده انت طي انتا خالص انقذنا ياضي انتا وهو مع نفسك الصجر حياة شكلها متعصب جوي دي شكلها تتغدى بصقر طب يلا يا اخويا انتا وهو يلا لين حاجة نتغدى قبل الاجتماع ووصلوا عند البنات والد قال ايه اتغدت ولا لسه لسه احنا مستنيين كهو جرع يا مزتي ما تتلم ياض انت مش شايف ان اخواتي اتنين هنا خلاص يا حسام اخدها مكان تاني واقول لها والله ده انت بجح جوياض خلاص انت وهو يلا عشان نلحق نتغدى قبل الاجتماع اقعدوا وقعدوا الشباب جنب البنات وصار قعد جنب حيا حبيبي زعلان مني ليه تقدر تقول لي ليه وحيا بصت فعن سقر وسقطت وصار قال لا ده المضادة كبير ووعي الجوة على كده يا أبي حيا مش بسهولة صلاحة شكلها كده بسان بس يا سقر في مباراة حيا عايزة تعملها مباراة يا ميار ايوه صح يا سقر والله فكرة حلوة نعمل فرقين ونشوف من اللي هيكسب والمقابل ايه حازم ما نعرفش لسا حياة كانت بتقول لنا مباراة ايه دي بقى يا ستة حياة بتخطط من ورايا ولا ايه والله كنت جاي اقولك وانت اللي كنت مشغول مع ناس وبعدين بصت لهاجر اللي عادة بتبص لهم باهتمام وبس انت قالت وهي مالها دي مركزة معنك دي ليه squad ومير قالت لها البت دي شكلها مش هجيبها البر يابنات والله شكلها خش السجن بسببها وضحكوا كلهم على حيات وينجيب لك عايزة حلاوة هههههه واوه حسام بطر خامة بقى حسام بس ما بينجهاش يحنا مش هنأكل ولا ايه ايوه يلا عشان نخلص ونروح غرفة لي الشمعات طب يلا كل واحد يطلب هياكل ايه ويبدأوا يطلبوا الاكل وبعد وقت جالهم الأكل وبدأوا في الغداء وفي السعيد عامر بيقول انت يا ابني عاوزينكم تهتموا بالتجهيزات كويس جوي حاضر يا بيئة تفتكر هنلحق نخلص التجهيزات قبل الأسبوع ده يا عامر اكيد يا محمود ربنا يتمين فرحتنا على خير يا خوي يا رب يا عامر انا هدخل اشوف سهام ماشي وانا اوصل الارض كده اشوف الفلاحين عملوا فيها ايه تمام يا خوي وراح اعمل للارض ومحمود دخل لي سهام ومحمود قال سهام يا سهام ايوة يا محمود تعال انا في المطبخ ودخل محمود دلمطبخ ايه يا سهام فين تنظف البيت وتجهيزات اللي انت عملتها حاضر يا محمود هخلص الغداء مع الدادة وهنجهز الدنيا مالك يا سهام حاسس فيك حاجة مش عارف يا محمود قال انا على الولاد انت هتي الييني ليه ان شاء الله خير ويلا خلينا نخلص كل حاجة قبل ما يجوا عالصعيد حاضر حاضر ربنا يستر بقى ويفيك قفي سأرقان خلصت واكل يلا باجى على شغلنا انا مش هحضر الاجتماع انا هروح ليه يا حبيبتي انت حسن بحاجة ولا حاجة حسن نتعبان هايزة روح ووليد قال احضر الاجتماع وبعدين حسن يوسلكم ايوا يا حياة احضري انت ناسي انك المسؤول عن المجموعة طب يلا وسقر قال حياة عاوزك لول طب يلا احنا يا جماعة نسباهم على الاجتماع يلا وراحوا كلهم لبرق فيه وفضل سأر وحياة وحياة قالي ها في اي يا سأر عاوز اقولك ان اي حاجة بعملها علشانك ومش عاوزك تدايجي وانت هتعرف كل حاجة في وقتها والله في اي يا سأر انت مخب عني ايه هتعرف كل حاجة بعديا مش عارف يا سأر بس علشان خطري ما تحرجنيش يا سأر واصبل عني والله يا حبيبتي بس خليك واسك فيه بالله عليك ربنا يصدر ماشي يا سأر لما نشوف اخرته معاه طب يلا نطلع عشان فيه قرار خدته واعرضه عليكم وعا المجموعة في الاجتماع قرار قرار ايه رد يا سأر قرار ايه ده تعرفي لما ندخل الاجتماع وجي حسام وقال يلا يا صاجر الاجتماع جاهز انتو لسه هنا تمام تمام جايين يلا يا حياة ودلوقت هتعرفي تمام يلا ودخلت حياة مع سأر لقودة الاجتماع واول ما دخلوا كل وقف احتراما لهم فهم رؤساء الشركة وصار قال اتفضل يا جماعة وقعدت كل بصمت منتظرين القرارات اللي اتخذها سأر وصار قال بصوا با يا جماعة اول حاجة ان قرارات للمجموعة اللي عاوز منها شغل جنب التدريب هنا في الشركة انا موافق ويقول بفرحة بجد شكرا جدا يا وسأر وحياة قالت لو هو ده القرار ففرحني يا سأر وبص سأر ايد حياة وان لسه يروحي دقيقة وهجر في نفسه اجبعي منه اجبعي اوصل لهدفي بس وخليك تروحي للاخرة ومال في ايه تاني يا سأر تاني حاجة استاذ حياة عاوزة تعمل مباراة وانا موافق وكل اعضاء الشركة اللي عاوزة تشارك تقول وعبدالله من المجموعان طب واحنا كمان ممكن نشارك اكيد طبعا والمباراة هتكون عبارة عن فريقين اللي هما انا وسأر وفريق سأر هيختار من المشتركين بتوعه وانا كمان واللي هيكسب هياخد فريق ويسافر رحلة لفرنسا وكل قال واو تحفى بجد وزرين فكرة حلوة المهم من النهار ده هنبدأ نكتب اسماء المشاركين وخلال السبوع ده هتكون المباراة وهنتضرب في الملب عندي في الفلة وبعدك ده انا هسافر الصعيد انا وعلتي عشان انفرح بتاعي انا وحياة ونطلع فرنسا سوي موافقين وحزم قال كده تمام قوي يلا بقى كل واحد على شغله دقيقة بس في خبر كمان ووليد قال ربنا يسطر قول خبر ايه تانيا سار انتو عارفين اني محتاج سكرتيري واني ما عنديش سكرتيري ايوة بس ممكن ننزل اعلان وتعمل انترفيو وتشوف سكرتيري يا حياة اجيب ليه مانا لسه بقول لهم لو عايزين تشتغلوا مش فهمة في حد فيهم ينفع للسكرتيري هنا ايوة هاجر 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 مين وصار بقلق من رد فعل حياة وان هاجر دي وهاجر بفرحة بجد بجد يا أستاذ سقر شكرا شكرا لك بجد ها انت اكيد بتهزر صح دي 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 ملقتش غير دي يا سقر وقامت وقفت وقدموها نزلت وصار اقان افهم اقول لك كل حاجة اسكت مش عايز اعرف قصة انت مش واخد القرار ومخلص كمان اشبع بها يا سقر وراحت طلعت تجري برا القوضة وبسنتهم ميار وسماء طلوا يجري وراها وسقر بغضب الاجتماع خلص اتفضلوا وخرجوا كلهم بسرعة من منظر سقر الا هاجر هبدأ من امتى يا سقر وسقر بصلها وقال بكرة بكرة اتفضل دلوقيت وخرجت هاجر وحزموا والد وحسام لسه مكانهم في غرفة الاجتماعات مع سقر ووالد قال انا قلت لك الموضوع مش بسهولة حياتي قبله وخصوصا انها عارفة ان هاجر بتحبك وكمان انها عاوزة اتموتها وسقر دبع المكتب بيده ومال اعمل ايه لازم الزفتة تكون تحت عينية اسبها اتموتها فجأة وانا ما اعرفش حاجة وحسام قال له ايه ده صقره ده انت تاخد حياة على العشاء برا النهار ده وتكلم معها وتفهمها اي حاجة لحد ما نشوفها نتصرف ازاي حسام عنده حق خلاص احنا نروح دلوقتي وتروح تكلمها احسن ليحصل لها حاجة وهي ازعلانة كده وليس بيتكلمه تليفون سقررا ايوة بسانت ايه بتقولي ايه انتو فين دلوقيت طب طب ما تتحركوش من مكانكم احنا جايين وايه فيل الخط والد قال له في ايه سقر حياؤهم عليها في الشارع والبنات مش عارفين يتصرفهم طب يلا بسرعة نروح ليهم وخرج سقر جاري والشباب جاروا وراهم والموظفين مش فهمين في ايه وكلهم بقوا مستغربين وسلم قالت هو في ايه مش عارفة تعالي لما نشوف وخرجت سلم وهقر جاري ورا سقر والد وحازم وحسام وبسانت قالت حياة حياة جومي جومي يا حبيبتي هم اتخروا لي كده انا اطلب الاسعاف احسن من كل ده وجالهم سقر والد وحازم وحسام جار عليهم وصار قال في ايه حصول ايه الحاجنا يا ابي حياة مش رضية فوق وحسام قال شيلها السقر يلا ويلا بنا على المستشفى والسقر رفع حياة وركبوا عربيتهم واتجهوا للمستشفى وكانت هاجر وسلمة وشوية ناس وقفين بيتفرقوا وهاجر قالت كل ده علشان الستة حياة يا شيخ حرم عليك مش كفاء اللي هي فيه يا اختي توكسي تعالي شوفي محروس اخويا لما بيغم علي بيقوم الدين ابنية فوشي ولما قوم وفوق يقول لي كنت بقى ويمك والله يا اخوكي ده جدع جدع قوي نفس امشي من الحارة ومحروس واقوم مع سقر واشوف العز بقى بص تحت رجلك يا هاجر ومتبصش لحاجة حد ولو فاكرة قصة السقرة هيسيب حياة علشانك تبقى غلطانة مش هو اللي هيسيبها هي اللي هتسيبه وده ازاي ان شاء الله هنفز الخطة يا شيخ حرم عليك انا قلت ان انت طلعت الموضوع ده من دماغي خلاص لا ما طلعتوش والسقر هيكون لي تبقى بتحلمي لو قصة السقر يسابك بعد اللي هتعملي ده طب يلا ياختي يلا نرجع الشغل علشان اروح قبل ما محروس يرجع وينفخني ان اتأخرت يلا ياختي يلا وارجع على الشركة يكملوا شغلهم وفي المستشفى ووصل للمستشفى وصارك ان عامل زي المجنون في المستشفى دكتورة بسرعة دكتورة وجات الدكتورة ايوا يا فندم شوفيها بسرعة واخدت الدكتورة حياة ودخلت وبسنت هو انت يا ميار ماينفعش تدخلي معها انا تخصص اطفال يا بسنت بس ممكن ادخل اقف معهم طب ادخل يلا يا ميار وطمينينا حاضر حاضر يا سما ودخلت ميار عند حياة وصار اقل يا رب يا ربي ما هيكونش حصل لها حاجة والله يا سارو اختي لو حصل لها حاجة هتكون انت السبب ان شاء الله مش هيحصل حاجة والد قال مش وقت الكلام ده بقى يا سما احنا كلنا قلقانين على حياة وصار اولنا ان شاء الله خير يا اغمى عليها كيف يا اغمى عليها ازاي كده وانت معاه وبصت سما لي وقالت هو احنا علشان معها هنمنع ان يغمى عليها يعني بيت اتعدل في كلامك كده وبلاش تريقها بيت لما تبتك ما تقولش يا بيت والله لو مسكت يا سما لجيلك وحزم قال يا جماعة صلوا على النبي لما نشوف حياة مالها اول عليه افضل الصلاة والسلام وبعد وقت قصير خرجت ميار والدكتورة بتاع حياة وكل راح عليها وصار قال هيا دكتورة مالها حياة بس بس اهدو هي كويسة بس السكر ارتفع عندها شوية وشكلها كانت زعلانة ولحقناها الحمد لله يعني هي كويسة يا دكتورة ايوه الله كويسة يا سما وفيقة جوه هي ادخلوا تطمن عليها ودخلت سما ومياروبة سنت وحازم واحسام جرى الجوة وفضل سار وواليد برا وواليد قال ايه ابني مش هتخش تشوفها وتطمن عليها مش عارف يا وليد هجلها ايه انا من رأيها صاحبي تقولها الحقيقة وانك بتعمل ده كله علشانها واتعرفها تتعامل عادي مع البيت دي رأيها كيك دي يا وليد اكيد عشان ما يحصلش مشاكل بينكم اكتر من كده تمام يا وليد يلا ندخل وربنا يستر يلا ودخل وخبطوا على الباب علشان يدخلوا ودخل والد وسار وحياة اول ما شافتهم وفي السايد سهام قالت محمود رنا على الولاد شوفهم عاملين ايه وعمر قال مالك يا اسهام انت من ساعة مرجعنا من مصر وانت قلقانك ده مش عارف يا اخويا بس سأل انا على الولاد او ما عرفش ليه كده انت على طول كده يا اسهام ما بيكونش في حاجة هو تكون يا الان طب من قلب عليهم ورن عليهم وشوفهم حاضر يا ستة في كلام تاني عايز تقوله ولا قرار تاني عايز تقوله ايه دي ممكن عشان ما تتعبيش ولسه حياة هتتكلم رن التليفون سار اه رد رد ما يمكن الستة هاجر عايزك تخرجها بالمرة يا رب ده عمي ده عمها عمي ممكن تصبر باجا لما شوف هيقوله ايه والد قال وفيها ايه يا ابني ما ترد يا عمها هيسألنا على الستة هانم ولو قلت له في المستشفى هيجلق بلاشت تقوله في المستشفى تقوله اننا خرجنا في مطعم بره اها فصل لو رن التاني هقوله والباب خبط والدكتور مساء الخير مساء النور ايوه في حاجة ممكن اشوف الحالة نعم وما الفن الدكتورة المتابعة حالتها ده شفتي بتاعي انا الدكتورة هو واحد وانا اللي هتابع دلوقتي الحالة خلص يا دكتور اتفضل شوف شغلك اتفضل فين وشوف ايه انت عبيط يا حازم ولا ايه اهدى يا سقر وبعدا ان ده شغله اتفضل يا دكتور تعال يا سقر نخرج احنا برا لحد ما يخلص واخد والد سقر وخرجه وكمان حازم وحسام خرجه والبنات فضروا معها يا جوا وعند اسهم اكيد في حاجة علشان كده مردوش يا محمود يا ست ايه دي بقى في ايه لأ رنها الاحسام رنها الاحسام ولا سما شوف ايه لك كن حيتابي رنها محمود طم مننا كمان عشان انا جلكت لا اله الا الله حاضر استنوا وبدأ اي رنها الاحسام وعنده احسام ده عمي اليو ايو ايو اي عمي ايو ايو احسام في ايه ابني محدش بيرد علينا ليه اسألهم اسألهم عن البنات يا محمود ايه دي اسهام بقى خلينا عرف اتكلم انت كويسين يا حسام حياة وسامة كويسين ايو اي عمي كويسين احنا بس كنا في اجتماع امال سأر فين هو وحياة مش بيردوا ليه علينا سجر هاه وحياة مع البنات في الكافية طب هات سأر حاضر خر يا سجر اكلم عمي الو ايو اي عمي لا لا احنا كويسين ما تجلكش لا بتاخد دواها احنا اخر السبوع هنيجي ماشي يا حبيبي واحنا هنا بنجهز الفرح ماشي يا حبيبي مع السلام مع السلام مع السلام ويه في التليفونه ها قالك ايه حياة كويسة ايو يا ستي وقالي اخر الاسبوع هيوصل الصعيد هنا اوف انا قلب وقع في رجلي لما مرضوش يلا الحمد لله انهم كويسين وعند حياة مرسي اوي يا دكتور ولو احنا نطول الامر دا يكون هنا واحنا نخدمه مرسي يا دكتور جدا على كلامك وبرا صار بيقول دا بيعمل ايدا كل لك جوا ما تهدى يا عمي في ايه باقولك اسكت لا طلعوا فيك لا اله الا الله وانا مال يا عم ما تهدى انت هو وبعد انت دكتور هو هيتجاوزها يعني انتو عارفين اللي يخصني ما بحبش راجل تاني يحط عينه عليه حتى لو بدون قصد خلاصة الصقر ما هي تخرج النهار دي وهو هيشوف بس محتاجة حاجة قبل ما تخرج لا ما هو تأخر جوا واحنا بالصالة عن نبي كلنا برا او عكده انا هدخل اشوف يتأخر ليك ده ودخل صار بسرعة والشباب وراه والدكتور ازاي بقى دا انت دمي خفيف وعسل كمان لو مش عيب كنت قلتلك تفضلي هنا معانا ومسكوا صار من الامس بتاعه من وراه وصار بيقول له انت بتقول لها يا حالتها مين دل عسل وكمان عاوزها تجعد هنا معاك دا انت ليل تكسير دم طينة بطين وده له بوكس في وشه وجرى والد وحازم وحسن مسكوا صار والد قال له اهدى صار اهدى صار بس خلاص بقى لشان خاطر ايه اسكتي مسمعش صوتك حسابك معايا لما اخرج من هنا خلاص الصجر ايه ده واسه عشان ربيه عشان يعرف هو بيكلم مينك ده ومرض الصجر الهلالي حد يبص لها بس بصة بيحصل في ايه خلاص يا صار اخرج يا دكتور دلوقتي انا مش هسكت وهو اعمل محضرة على الضربة دي اللي عندك اعمله وريني نفسك يا دكتور البهاي منت ما تخرج يا عمي بقى انت مستغنى عن روحك انا مش هسكت فاهمين مش هسكت وخرج الدكتور بعصبية وبغضب من سقر وحيا بدموع انا عايز اخرج من هنا انا عايز اروح وبص سقر اليها وبدأ يهدى وبص في الارض وبس انت قال ممكن تهدو بقى مش كفايا حياة عبانا وحسام قال والله اصير الحمد لله انها جات على قدك ده وصار بهدوء تام روح يا حازم يدفع مصارف المشتشفى وهاتي اذن الخروج بس ممكن يخلوا حياة النهاردة يا صار انا قلت تروح يا حازم تجيب اذن الخروج حياة مش هتقعد هنا ولو الثانية واحدة تاني ولو لازم الامر انا اخدها عندي في الفلة واجيب لها الدكتورة والمرضي المخصص عدي عندي يلا انت هو وقف ليه ويجير احسام وحازم لبرا خوف من صار وصار قال يلا انا اخرج انا وليد لحد ما تجهزه عشان نروح وبص لصار الحياة وبعد انخرج هو وليد وماير قالت يلا بسرعة احسن يرجع يا كله بس يا ابت والله ابي طيب بس بيغير على حياة جوي طيب قوي ده لما بيتحول بيبقى عامل زي الوحش يا بنتي الله يكون فانك يا حياة يا اختي حياة خلاص مش عارفة تعمل ايه اصلا طيب يلا جومي اجهزه علشان ما يجيش يزعك وقامت حياة البس اجهزه علشان يروحه وفي الخارج والد بيكلم سقر اهدى بقى سقر خلاص يعني اعاوز ناسك لما اسمعوا يقول لها الكلام ده واليد انا ما قلتش تسكت انا بقول لك تهدى وادك شفت هي خافت ازاي يا سقر اهل حصلك ده وجه حازم وحسام ليهم وحازم قال امسك يا سيدي ادي اذن الخروج وكمان المصاريف اتدفعت اجدي تمام روح يحسام قل لهم يلا وانت يا وليد انت وحازم انزله جاهزوا العربيات اش يا صار واخد حازم ونزله التحت وبص سقر الخارج وانتظر سقر خروج البنات هما وحسام وخرجت حياة والبنات ورح لهم سقر بسرعة واخد ايد حياة وحطي ايده على ايدها وسندها ومشيوا ونظرات حياة كانت مبسوطة جدا باهتمام سقر ليها ونزلوا التحت وركبت حياة مع سقر والبنات مع الشباب وانطلقوا بالعربيات للبيت وفي عربيات سقر حياة كان لازم يعني تتعصب او كده على الدكتور نعم يا اختي وانت فاكرا انه هسكت لما حد يبصلك بس مش يقول لك الكلام الزفتي اللي جاله ده ودغيرة ولا غرور ولا تملك جدعة والله جدعة يعني ده اللي ربنا جدرك عليها ستة حياة وليه ما تقوليش حب عشك ومش عاوز حد يقولك كلمة حلوة غيري فين الحب ده يا سار وانت رايح تعيني البنت اللي عايزة تموتني وتجيبها سكرتيرة عندك لا وايه كمان السكرتيرة الخاصة بتاعتك ده يبقى ايه بقى يا سار خوف خوف عليكي مش فاهمة ما هو عشان انت مش فاهمة يبقى تسكتي وما تظنش فيك ده ويعلم ربنا ان كل ده على شانك وكمان لما انا عينتها عندي هتكون تحت عنا يا حياة انا كنت اقدر اطروضها برا الشركة بس ممكن كانت ازيكي واحنا ما نعرفش بس لما اعينها هتكون تحت عناية وها اعرف تحركاتها لحد مكشفة واجيب دليل ضدها وسلمها للحكومة بجد يا سار يعني انت خايف علي حياة انت عبيطة انت ناس انك مكتوب كتابك وانك حاليا قدام ربنا انت مرطي وغيرك ده انت روحي وحبيبتي وعشقي انت عشق الصجر يا حياة بحبك او يا سار انا بموت فيكي وعيني وقلبي ليك انتي وبعد وقت قصير لو وصلوا للفيلا سار ونزلت جماعة من العربيات وبس انت قالت احنا ايه اللي جابنا عندي الفيلا بتاعت ابيه مش عارف سار قال انكم هتقعدوا هنا وماير قالت نعم ازي ده يا حازم وصار نزل من العربية هوه وحياة والد قال ها هتعمل ايه هنعيش كلنا هنا ايه في ايه مالكم ايوه بس ماينفعش يا سار ماينفعش ليه هنعيش كلنا مع بعض ونكون جنب بعض بدل ما كل واحد منا في مكان ونكون جلقانين عليهم ايوه بس ممكن البنات يرفضوا عشان ممكن يكونوا عاوزين ياخدوا راحتهم خلاص نشوف رأيهم وبعد نوجه الكلام للبنات وقال ها رأيكو ايه موافجين ولا لا وفضلك كل واحدة تبص للتانية وبعدين اتكلمت سما اظن ان احنا واسكن جدا منكم ولو واحدة حبيت تاخد راحتها فاحنا لينا قوضة اكد نعمل اللي احنا عايزينه فيها ولا يرأيكو يا بنات وانا ما عنديش اي اعتراض وانا كمان برضو على الا الا هنم وماكنش خايفة واحنا لوحدنا دلوقتي هنكون معاكو وكل بص الميار تمام وانا اكد معاكو ووثقة جدا فيكو وصاران بس جدا خلاص يلا ندخل جوا ونشوف الدنيا بس هدومنا وحاجتنا في الشقة يا سقر مش مشكلة بكرا نبقى نجيبهم طب هنم الزيك ديه بهدوم الخروش واصبح الصبح روح الجامع ازاي لازم اجيب حاجتي خلاص روح انت ومايار وحازم واليد هيروح معاكم هاتوا حاجاتكم وحاجات الباقي وحيا وسما هيجهزوا القوض لكم اوكي يلا يا بنات وراحت مايار وبس انت مع حازم والد للشقة وحيا وسما دخلوا الفيلا مع حسام وصار وحيا قالت ايه ده دي محتاجة تنظيف محنا مندخلش اي ستة هنا فمناعم على الدينا طب خلاص يلا يا حيا نطلع نبدأ تنظيف القوض لحد ما البنات تجيه وننظف هنا اوكي وطبعا يا قس السقر انت وحسام هتساعدونا وبس حسام وصار البعض وقالوا احنا ايه انتو ويلا عرفونا فين القوض بتاعتنا وفعلا بدأوا في التنظيف الفيلا وبدأ سقر يساعد في ترتيب السرير وحسام وسمة بيكنسوا وخلصوا القوض ونظفوهم وقعدوا يستريحوا وحيا قالت اوه يا ظهري ايه ده بالكو قد ايه ما نظفتوش وحتى لو بننظف كل يوم مش هيكون زيكم يعني وسمة قالت انتو بتعرفوا تعملكوا ببيت الشاي علشان تغسله وتمسحه وتروعه وانت عشان نظفت قوضة ولا تينين حكمت على نفسك انك ست بيت بيا بنتي ولا ايه انا ست بيت غزبنان بيت احترم نفسك اسلعوا انت يا انهارك مهبب انا بيت وكمان اسلعوا يا حيوان ورب هاجي ربيك عشان انت ناقصة تربية وبدأوا يتشكلوا وامساروا حياة يحشوهم عن بعض وهم برضو بيتخنقوا وصار قال حسام خلاص بس عيب سمه علشان خطر حقك علي انا لا انا هعرفه ازا يكلمني كده مهو انت لازم تتربية ربكي مهو انت خلاص بك انتو هي انت تي اللي جابك هنا انا جاي الاستاذ سقر وبصت حيال سقر وقالت نعم يا اختي بص يا شطرة علشان شكلك عايزة حد يفوقك كده الاستاذ اللي انت جاي علشانه يبقى جوزي ولو فاكرا ان هنا زريبة من غير بوام تيجي وتروحي كده عادي تبقى غلطانة وبعدين انت اخرك الشركة يعني ما شفش وشك هنا احسن اقسم بالله هتروضك من الشركة ومن اي مكان احنا فيه انت فاهمه وهاجر بتمثيل ودموع انت بتعملي لي كده يا استاذ حيال ولا علشان انا فقيرة وغلبانه وماليش حد في الدنيا دي وبعدين انا كنت جاي الاستاذ سقر في شغل مش اكتر والسماء قالت لها واظن فيه شركة تقدري تشتغلي فيها انما هنا لا هنا حياته الخاصة مش للشغل حقكم علي انا انا غلطانة اسف يا استاذ سقر استني يا هاجر شغليه اللي كنت جاي عشانه وقفت هاجر وبست حيال سقر وخبطت رجلها في الارض وطلعت بسرعة الفوق وطلعت وراها سماء وبست سقر الحياء وبعدين نوجه كلامه الهاجر هااا ت ver تعال� لقلي الشغله شغليها بدأت هاجر تروي الشغل لسقر واحسام قاعد بيبص لهم في تعجب ووصل والد وحازمه بسنتو مير للشقة والدパ اطلع يا بنات جهزوا واحنا اناقعد هنا لحد ما تخلصوا وتمدهوا علينا وماير بابتسامة تم تيجوا معانا لأ عشان تبقى على راحتكم تمام هنطلع ونخلص ونبدأ ننده عليكم بس بسرعة ما تتأخروش اوكي وطلعت بسانت ومير وبدأي لامو الحاجة والد وحازم بيستنوهم تحت وبعد وقت قصير خلصوا وطلع حازم ووالد ياخدوا الشنط مع البنات ويركبوا واتجهوا الفيلا سقر وبعد وقت قصير وصلوا ودخلت بسانت ومير ووالد وحازم وشالوا الشنط ودخلوها هم كمان وكانت الصدمة بسانت قالت ينهر مش فايت دي اللي جبعه هنه وحيعملت ايه دي اللي لشكلها مش معدية الله يكون فعونك صقر على يحصل فيك البت لي شكلها مش سهلة تعالوا لما نشوف في ايه ودي جايل ايه في الوقت ده يلا ودخلوا لصقر ووالد قال مساء الخير مساء النور جبت الحاجة ايوة يا ابيه بس هو في ايه هنه الانسة دي جاء في الوقت دي لا هنا في ورق كانت مش فهما في الشغل وجاءت عشان اعرفها بدل ما تغلط بس هنا مش مكان شغل عشان تيجي عليها انسة انا انا اسفى يا استاذ وليد انا اسفى اني جيت انا هقوم امشي وميار قالت دي ابس يا انسة عايز اقولك حاجة وقفت جميع منتظر كلام ميار حاجة ايه وبدأت تلف ميار حوال انهاجر وقالت لو فاكرا اننا سكتنا عن افعلك تبقى غلطانة وكمان انت مفيش وجه مقارنة بينك وبين حياة عايز اقولك انك مجرد واحدة شغالة عندنا يعني اي غلطة هتكوني برا فياريت تشوفي لقم تايشك وبلاش لعب يعني من الاخر كده لو شفتك هناك تاني اعرف انك مطرودة من الشغل وانت مين انت علشان تكلموني كده كلمي كويس يا بيت والله لو انت محترما هتكلم كويس والسقر بعصبية وغضب جامد ان اخته تغلط فيها هاجر انت جننتي كله اللي بثنت انت عارفها هي مين لتبقى بثنت الهلالي اخت صجر الهلالي يعني تحترم نفسك وانت بتكلميها وهاجر بخوف وتمثيل دموع انا انا اسفة يا استه السقر انا الولى الظروفي ما كنتش هشتغل انا اسفة يا استه السقر انا مالش اي غرض تاني واحسام قال طب يعني ستفضلي باجا احنا مش فضيين وبصت هاجر لهم وهي بتتوعد لهم وبعدين خرجت ومشت وبثنت قالت هي حياة فيني ابيه فوق اطلعوا ليها يا ذعلانا من اللي حصل ربنا يسطر تعيب بثنت نطلع عليها وطلعت بثنت ومير عندها حياة ووليد قال انا قلتلك البيت ليه طول ما هي كده مش هتسكت لحد ما تخرب بينك وبين حياة يوه انا اذهكت ومش عارف اعمل ايه واراضي مين وصالح مين انا طلع نام وطلع سقر القطو وحازم قال احنا نفضل سكتين كده ما احنا برضه لازم نعمل حاجة للمشكلة دي فعلا فعلا يا حازم عندك حق طب هنعمل ايه انا عندي الحل وفي الاعلى عند حياة كانت حياة نايمة على السرير بزعل ودماء وحزن وبتبص لسقف القوضة وبس انت قالت والله ابي بيحبك انت يا حياة ما انت عارف هي بنتي هو في مقارنة بينك وبين البت دي اصلا فقك منها يا حياة وحياة ما بتتكلمش وسامة قالت خلاص يا جماعة سيبوها وهي هترق كده لوحدها يلا نام علشان ورانا شغل كتير بكرة تمام يلا وراحوا كل واحد على قطة علشان ينام وكلهم راحوا في النوم لكن حياة ما نميتش كانت حزينة جدا وقامت حياة واتجهت لبرا ونزلت لتحت وعادت في الجنينة لانها كانت مخنوعة جدا وكانت حياة لابسة بجامة وصيرة وضيئة جدا بس هي كانت مطمنة ان الكل نايم وفضلت حياة تماشى في الجنينة وعادت على الكرسي تفكر وسرحت في السماء ونجمها وفجأة حد حطي ايده على بقها شش اخرصي وحطي ايده على بقها ورشو مخدر في وشها وكانت حياة في عالم تاني واغمع عليها واخدها وخرج بيها من الفلا وركب العربية ومشى بها وجاء الصباح على الجميع وقامت سماء وبتبص جنبها ومش لقى حياة قامت من على السرير وعادت تدور حوالي هيمين وشمال وبدأت تنده على حياة وظنت سماء ان حياة داخل الحمام وخبطت على الباب وبرضو محدش بيرد وقلقت سماء وخرجت لبرا حياة يا حياة يا حياة وخرجت بسنت وميار من قواضهم في يا سماء حياة بسنت حياة مش لقياها نعم ازاي ده هي مش نايمة معك يا بنتي بس قمت وملقتهاش انا قال انا اوي خير يا رب طب تعالوا ندور عليها تحت يمكن تكون نزلت ولا حاجة ايوة ايوة يلا ممكن تحت ونزلوا لتحت وفضلوا يدوروا على حياة وسماء بتعيط وخرجوا الجنينة حياة يا حياة ها لقتوا يا بسنت لا يا رب يا رب ايه ده وبصت البنات بصدمة وفي مكان شعبي هاجر قالت انت هبال يا محروس انت ملقيتش غير هنا الجبهة ومحروس اخو هاجر نعم يا اختي امه لا جبها فين هو بعد اما ليش دعوة انا عايز الفلوس اللي اتفقنا عليها هتاخدها لما نخلص منها لا يا ماما ما اتفقناش على كده انا عاوز الفلوس هزودهم لك يا محروس بس المهم نخلص منها كده الكلام اختلف بس كده حينما ينفعش الشغل ايوة وممكن حد يشوفنا ويبلغ احنا لازم نلاقي مكان غير ده اه الليلي يجي واخدها في المغزن بتاع الولى فتح صاحبي وهقوله انه هأجره منه ايوة جدع تعالى بقى لما نشوف الاستاذة ودخلوا القوضة عند حياة وكانت حياة لا حول لها ولا قوة ايديها مربوطة ورجليها وكانت دبلنة جدا ومرهقة ومش قادرة تفتحينها وهجر بابتسامة شر من وراء يا استاذة وبست حياة بدعف وكانت مصدومة ايوة انا اللي خطفتك انا اللي هموتك وبدأت حياة بتتعصب لا 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 اهدي كده وفر جهدك ده اللي جاي والله انت ما انت سهل اي بيت انا اعمل اي حاجة علشان السقر يكون لي وكمان نخرج من الفقر ده بقى يعان صح كده وعندي بسان ده الانسية البتاح حياة ايوة هو اسمها عليه لا لا كده في حاجة غلط واسمه بدمعه وصراخ حياة حياة انت فين يا سقر الحاجنة يا سقر وام سقر مفزوع هو وحسامه والد وحازم هو والد قال في ايه في صوت تحت دي بسانت وسقره والكل بقوا بيجروا على السلم ونزلوا لتحته بسرعة وخرجوا للجنينة وسقره بخوف في ايه ملكم وبسانت وهي مسكة سماء هي يوم يروب يعيته وسماء منهارة وعضب تعيت حياة حياة يا سقر الحاجنة ما لها حياة ردوا علي مش دي نسيال حياة اللي في ايدك يا سماء الحق أختي الحق حياة حياة مش موجودة ازاي دي تعالوا بسرعة نشوف الكاميرات يلا بسرعة وراح سقر بسرعة هو والشباب للداخل بسرعة وحازم قال انا هرجع التسجيل من اول ما دخلنا النام وفعلا شافوا حياة وهي بتخرج من قضتها ونزلت لتحت وخرجت الجنينة وجاء شخص مقنع من الخلف ورش حاجة واشتال حياة وخرج بها من باب الجنينة وركب العربية وولد قال وقف بسرعة التسجيل هنا وقف حازم التسجيل وصار قال اكتبوا رقم العربية دي وكتبوا رقم العربية تعال يا وليد بسرعة نروح الجسم ونشوف العربية دي تبقى المين وانت يا حازم انت وحسام تروحوا ترقبوا بيت هاجر لانها هي الوحيدة اللي ممكن يكون لها يد في كده بس من بعيد عشان ما تحسش وكل رح يجهزوا وخلصوا نزلوا لتحن وكانوا البنات منهرين وقف سقر أمامهم وقال ممكن تهدوا شوية حياة بالليلة هتكون هناه معانا دواعد بالله لك يا سقر رجع لأختي رجع لحياة وسقر والدماء في عينه هترجع يا سمي والنهار دا كمان هو وعد مني بس المهم ويتجولي العمي او مرات عمي وانتوا دلوقتي تقوموا تروحوا الشركة وما تحسسوش اي حد اني في حاجة ولو حسيتوا بحاجة تكلمونا ولو هاجر جات الشركة ترقبوها ولو في حاجة تكلمونا يلا احنا عشان ما نتأخرش وراحوا الشباب ومشي سقر ووليد راحوا على الاسم وحسام وحازم راحوا لبيت هاجر والبنات قاموا ولبسوا وجهزوا وخرجوا واتجهوا للشركة وفي بيت هاجر انا هقوم امشي اروح الشركة علشان ما حدش يحس بحاجة ايوه اروح انت دلوقتي وعرفي لنا الدنيا ايه هناك ولو حسيت بحاجة كلميني ايوه وهشوفوا اكتشفوا حاجة ولا لا وانت ام حطلها اي حاجة تقولها لا تموت مننا هنا وساعتها مش هنعرف نتصرف فيها هنا وهيكون صعب عليك جدا انك تخرجها من هنا ايوه احنا ينا انت خايفة عليها اوي كده لا وانت السادة انا نفسي تموت ودلوقتي قبل بكرة بس عشان لو ماتت هنا مش هنعرف نتصرف فيها هنا يلا ام بقى حطلها اي لقمة كده ام ام احسن عندها السكر ممكن تتعب وتموت سكر دي زمانها ماتت اصلا بس يصدقي خصارة فيها الموت البيت جامدة اوي لا بقولك ايها محروس اللي في دماغك ده ما يحصلش بس البيت تعجباني اوي يا بيت محروس انا هامشي وصرفها من هنا بدل الكلام اللي بتقوله ده اه ماشي يا اختي غوري مش بناخد منك اي مصلحة كده ما انت قاتلها في خمسين الف جنيه عرق يا اختي ماشي يا اخويا يلا ام حطلها طفح وانا نزلة يلا سلام وانزلتها غر واتجهت للشركة ومحروس دخل عندها حياة وكانت حياة في حالة تصعب على اي حد وحياة بتعب مية 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 خد اشربي وشربها محروس المية وحياة بدموه انت عايزين من ايه بتعملوا اللي فيها كده بص بقى انا ممكن اسيبك تعيشي بس بشرط شرط ايه شرط ايه ده ومحروس بخبص ودحكت شر وبص الحياة وقال تتجوزيني ايه نعم اللي انت بتقوله ده اسمعي ويا ريت تفكر قبل ما هجر ترجع عشان لو رجعت البيت قبل ما انت تتوفقي قول على نفسك يا رحمن يا رحيم انا اخرج دلوقتي وانت فكري معاك ساعة كده بايا قطة وخرج محروس منه القوضة وحياة بصدمة فضلت تفكر في اللي هي فيه وتدعي ربنا ان سقر يجي لها بسرعة وينقذها من اللي هي فيه وحياة بدموه انهيار انت انت فين يا سقر يا رب بخلك معي يا رب هو وصل سقر والد للإسم وسقر بخوف والا أعلم عشقته انت ابني دخل قل لي اسلام باشا ان السجر الهلالي عاوزك والعسكري اللي وقف قدام الباب قال له حاضر ودخل العسكري الجوه وصار بخوف يا رب يا رب سترك يا رب تكوني كويسة يا حياة تعال لي يا سار الحاني بالله عليك هموت من غيرها تعال لي يا رب يا رب بقف معي يا رب يا رب بقف معي لنرجع لمرضي والد قال له اهدى صار اهدى حياة قوية أكيد هي كويسة يا رب يا وليد انت عارف ان عندها السكر ويطر حصل لها ايه ولا عملا يدي الوكيت وخرج العسكري من جوه وقال له اتفضل يا بيه اسلام باشا منتظر الجوه ودخل صار وليد لجوه ووصلوا البنات للشركة وبس انت قالت يا رب برجع لحياة يا رب بقف معنا بس اكيد البنت هاجر دي هي اللي ورا الموضوع ايوة يا ميار اكيد هي انا قلبها حاسس ان هي فعلا نظرتها لنا مبارح كانت غريبة ومشتبعية كده احنا نرأبها يا بنات من غير ما تحس يمكن نعرف حاجة توصلنا الحياة ايوة تعالوا تعالوا ننزل عند المجموعة وهي لوجتها تكون معاهم ونتعامل عادي ولو سألوا نقول ان سقر وحياة اختفوا وان حياة رحت عالصعيد علشان هي تفتكر اننا ما نعرفش حاجة بالزبط كده يلا بينا ننزل ونزلوا البنات لتحت وفي الاسم اسلام قال سقر باشا عندنا ده حدث غير متوقع خالص واصبر عني والله وسلموا على بعض وحضنوا بعد جامد واسلام قال والغول كمان هنا كمان لا 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 انا مش مصدق خالص حبيبي وحشني والله وحضنوا بعد وسلموا على بعض واسلام قال بس اكيد في حاجة خليتكم تيجوا عندي هنا النهاردة حياة اسلام حياة حياة بنت عمك مالهى ومرتي يا اسلام تخطفت نعم يا جماعة هذا الحب تقع جميع الحصون امام الكبرياء والشموخ والغرور حتى كبرياء الرجل هيقع من يحب ينسى العالم لاجل حبيبته هيباء العالم لاجل نظرة ابتسامة من الذي يحبه فهي دنيا تانية دنيا الحب وهكذا سأر نسى كل شيء غروره وكبرياءه لاجل هذه الحبيبة مع شوقته هذه الدلوع التي قصرت غرور السأر بحبها ودلعها وانهارت حسن سأر لعدم وجودها بجانبه نعم هذا الحب يا سادة واسلام قال اهدأ سأر اهدأ وفهمني اللي حصل بالزبط مش عارف مش جادر اتكلم والله احكي انت يا وليد ووليد بحزن على صاحبه وصديق العمر اهدأ سأر اهدأ حياة قوية وهترجع بس انت لازم تكون قوي احنا منستمد القوة منك ما ينفعش انت تكون كده بص يا اسلام اللي حصل ان من فترة في رسالة جات لحياة من بنتي اسمها سلمة بتقول وبدأ يحكي وليد اللي حصل من اول ما جدت الرسالة وعلى ان هاجر عايزة موتها ووصلت هاجر الشركة بقلق وخوف ان تكون تكشف امرها ودخلت الشركة هاجر وراحت عند المجموعة الاول تشوف في ايه اخبار ايه او حد يعرف حاجة ولا لا وجدت سلمة وهي وفاطمة وبيش شغله وهاجر بقلق صباح الخير وبصت سلمة وفاطمة لها وسلمة باستغرب ايه ده انت سخنة ولا حاجة يا هاجر نعم لي بقى يا استاذة سلمة وفاطمة ضحكت على كلام سلمة اصلي انت اول مرة تدخل يا هاجر وتقول صباح الخير ليه يعني يا فاطمة عادي لا مش عادي يا هاجر بتدخل على طول تزعقي وكوني متعصبة وبتتكبر علينا حتى ترمي الصباح خلاص يا ست سلمة بعد كده هدخل ارمي سلام ربنا عليكم ولا تزعلي خلاص يا بنات خلاص يا سلمة ما تزعليش يا هاجر خلاص مفيش حاجة هو حد منكو شاف قصة السقر لا محدش منهم دخلنا النهاردة خلاص انا هاعد معاكو طالما ما جيش وسلمة باستغرب انت مش دلوقتي السكرتيرا الخاصة بتاعت قصة السقر ايوه بس هو مجاش هاعد معاكو خلاص هو من المجاش ما امكان يكون جاه فوق وهو مدخل لناش لا هو مجاش اكيد بيدو سلمة و هاجر بصوا البعض باستغرب وسلمة قالت بيدور علي ايه وانت متأكدة اوي كده انه مجاش اصلا اصلا هو فيه يا سلمة هو تحقيق خلاص يا هاجر هي بتهزر معاكو ولا تهزر ولا هزر انا هروح اجيب حاجة اشربها وكانت بسانت ومية روسمة واقفين بيسمعوا الحديث وفي الحارة عند هاجر حسام قال ما ترني على صجرك ده شوف ايه الاخبار لا اصبر يمكن لسه في الاسم ما خلصوش ولا حاجة لو خلصو كان رن علينا يا رب نعرف اي حاجة توصلنا الحياة ومش اللي نازل ده الود اخو هاجر اللي معنا في الصور ايو هو هو وراي حفيا احنا نمشي وراه يمكن نعرف حاجة طب بسرعة لعوراه يلا خلينا نعرف هو وراي حفيا وفعل انت له وراه محروس وبعد وقت قصير وصل محروس عندي فتحي ومحروس قال عامل ايه يا اصلا كويس يا اخوي غريب انك افتكرتني يعني يبقى كده عاوز مصلحة يا اما عيب عليك كده ده انا جايب لك برضو مصلحة انما ايه خير يا اخوي قول مصلحة ايه دي انا عاوز اقجر المغزن بتاعك اسبوع واحد بس واخد خمسمة جناه ايه رأيك لا يا اخوي لو عايز تأجره انا اخد فيه الف جنيه نعم ليه ده كده كتير اوى يا عام خلاص يا اصلا افتح الله في ايه يا عام بس خد وهات كده في الكلام خليك حنين معايا خد يا اخوي المفتاح اهو بس انت مولتي ليش انت عاوز المغزن ليه لا ولا خد ولا هات ده اللي عندي عقبك امين ومش عقبك يبقى خلاص خلاص يا اخوي يا ماشي هات المفتاح خل يا اخوي المفتاح اهو بس انت مولتي ليش يعني انت عاوز المغزن ليه ها اصلا حطي في بضاعة انت يض ايه وعد تكون بضاعة شمال شمال اي يا عام ده اجهزة احطها فيه لحد ما بيعها ماشى محروسة اخوي خد انا هامشي عشان انا مش فاضي طريق اخضر يا اصطى سلام ومشى محروس وفتحي وحسام قال مفتاح ايه اللي خدوا الودة مش عارف بس ممكن نعرف من وده ازاي بقى هقولك انزل وتعالى انحقه ونزل حسام وحازم مسرعين ورا فتحي وفي الاسم والد قال بس وقلنا نجيلك بقى تقول لنا نعمل ايه تعرف لنا رقم العربية ده بتاع مين لا اله الا الله ماشي اهدوا بقى كده احنا نبعت الاول نعرف العربية المين وبعدها اكيد هنعرف مكان حياة بجد يا اسلام ايو يا سقر بس انتهد وبعدين انا عندي احتمال كبير اوي ان تكون اللي اسمعها هاجر دي هي اللي ورا الموضوع ده بعد الحكاية اللي انت قلتها لي دي وانا عندي نفس الشك والله طب بصوا بقى انت سقر تروح الشركة وتتعامل عادي وترقب البت دي وانا عرف العربية بتاعت مين وهاجر عندك في الشركة ماشي يا اسلام سلام بقى وخرقوا وراحوا على الشركة وفي شقة هاجر عند حياة حياة بتاع بقامد وارها قوائنها بتقفل ايه حد يرد عليها بالله ليكو هموت حد يرد عليها ودخل محروس عليها في ايه هيا بطة فكرتي إلحقني هموت في ايه مالك انا عندي السكر عايزة دواء السكر بصورة بصورة هموت بصورة هموت يا نهار مش فايت ده ننسيت حكاية السكر دي يا بنت اله يا هاجر ما قلت ليش عليلك ده بالله عليك بصورة بصورة حاضر حاضر وخرج بصورة ونزلت تحت على الصيدلية وحياة بقلت حيله ودمه وارهاق يا رب يا رب قويني خلك معي دفن يا ساقر وخرج وراحوا على الشركة وفي شقة هاجر عند حياة حياة بتاع بقامد وارهاق وعينها بتقفل اي حد يرد عليها بالله عليك هموت حد يرد عليها ودخل محروس عليها في ايه هيا بطة فكرت ايه الحقني هموت في ايه مالك انا عندي السكر عايزة دواء السكر بصورة بصورة هموت يا نهار مش فايت ده ننسيت حكاية السكر دي يا بنت اله يا واجر ما قلت ليش عليلك ده بالله عليك بصورة 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 حاضر حاضر وخرج بصورة ونزل تحت على الصيدلية وحياة بقلة حيلة ودماء وإرهاق يا رب يا رب قويني خلك معي دفن يا سقر قف عندك في ايه في ايه انتو مين عاوزينك في مصلحة يا شيخ خوفتني وانتو مين بقى ومصلحة ايه وحازم طلع فلوس كتير مين جيبه هتقول لنا كم معلومة كده وتاخر التلات تلاف جنيه دول وفاتح شاف الفلوس وتنى اوامرك يا بيه اقمرني عاوز تاعرف ايه من اللي كانوا اجف معاك من شويه ده محروص صاحبي يا باشا ايوه تعرفوا كويس ايوه يا بيه ده حتى لسه واخد مفتاح المخزن بتاعي ما اجروا مني مخزن ايوه ومالكش المخزن ده هيعمل في ايه ايوه قال مع شوية اجهزة كده يخزينها فيه المخزن ده فين فيه تعال معنا ودينا ليه فيه يا بيه فيه ايه هو الوض محروص عمل حاجة هو سرق منكم حاجة اركب بس وانت تعرف وكله بحسابه اذا كان كده ماشي وركب فتح وحازم وحسام واتجه للمخزن وفي الشركة بس انت قالت سمعتو انا متأكد ان البت ده هي اللي خطفت حياه ايوه شفتها كانت قال انا ازاي وهي بتتكلم لا ولما صاحبتها سألتها تعرف منين ان السقر مجاش هو ما تكلمتش الكلام وقالت ان هو بيدور وما كملتش الكلام كانت قال انا ومرتبكة فعلا يا ميار احنا لازم نرجبها كويس تعالوا طيب نشوف بتعمل ايه وراحوا البنات عندها هاجر في القفي وكانت هاجر جايبة الشاي لنفسها وقعدت بسنت وسمى وميار على ترابيزة وهم قعدين يبصوا لها واشترت هاجر الشاي وبصت وراها لقت سمى وبسنت وميار قعدين لكن دون قلق ولا اي حاجة فاستغربت وبصت كتير لهم وبعدين قررت انها تروح اليهم وتحاول ان تعرف اي حاجة صباح الخير وبصوا البنات لبعضهم وبسنت بخبز صباح النور في حاجة؟ لا قصوا انتوا عارفين ان بقيت السكرسيرة بتاعت قص السقر وهو مجاش لحد دلوقتي فقلت اسأل هو تاخل ليه هو في حاجة ولا حاجة؟ والسمى بمقر ايوه قصوت خاني امبرح مع حياة وحياة سفرت السعيد الصبح من غير ما تقول لسقر وسقر زيل وهو هيسافل لها واحنا هنا مكان سقر وهاجر بارتياح انهم مفقرين ان حياة سفرت اه خير ان شاء الله ان شاء الله يتصلحوا ان شاء الله في حاجة تاني؟ لا ليه؟ علشان تروح تشوف شغلك واحنا هنفتر ولا هتقعد معنا؟ لا لا بالهنة انا هروح المجموعة بقى طالما قصة السقر مش موجود لا روح المكتب وانا قلتلك احنا هنا مكان سقر لا نكون مش عقبينك ولا حاجة لا طبعا طيب ان هروح اخد حاجتي واطلع المكتب ايوه شطرة تفضلي وبصت لهم هاجر وراحت بفرحة ان مفيش حد اكتشف حاجة وبس انت قالت اقتعد راعي ان البت دي ورا كل حاجة طب بسرعة ام ام نروح وراها يلا بينا وراحوا البنات ورا هاجر وفي شقة هاجر وصل محروس الشقة ودخل بسرعة لحياة لكن كانت الصدمة محروس بقلق وخوف حياة حياة امي ادى وهو وحياة ما بتردش ومحروس بزعر حياة حياة امي لكن من غير فايدة فكانت حياة فقدت الوعية خالص ومحروس قال يا دي المصيبة يا دي المصيبة اعمل ايه بس يا ناس انا لازم اتصل على الزفت اسمه هاجر دي وفي الشركة وصل صقره هو وليد للشركة وطلعه بسرعة للمكتب وكانت هاجر قاعدة على مكتب السكرسيرا بارتياح وانا هي لم يكتشف امرها ويدخل صقر عليها وتؤمن على الكرس بخوف صباح الخير صباح النور يا أستاذ صقر هو انت مسافرتش اسافر ليه علشان تشوف أستاذ حياة أستاذة بس انت قالت انك تخنقته وانا أستاذ حياة سفرت وانت رحت تجيبها وبص صقر الوليد وفهم ان البنات قالوا كده وصقر قال ايو ايو بس انا مش هروح واللي ازعى اللي يرد نفسه يلا يلا سيبك من موضوع ده التافه ده خلينا نشوف شغلنا انا هدخل وانتهات الجاهوة بتاعت على مكتبي وهاجر بابتسامة وفرحة من كلام سقر وانه مش مهتم باختفاء حياة حاضر يا فندب داي وكن عندك وابتسم سقر الهاغر ودخل للمكتب وهاجر لنفسها نجحت نجحت وفجأة تليفون هاران وكان محروس يوه عاوز ايه الزفت ده انا هكنسل علي لحد ما اجيب القهوة بتاعت سقر علشان ما تأخرش علي من اولها كده وفعلا افلت التليفون من الرند بتاعت محروس وراحت تعمل القهوة ودخل سقر الوليد للمكتب وكانت بسانت وميار وسماء قاعدين بقلق وبسانت قالت ابي ايه؟ هاملت ايه؟ مفيش جديد يا بسانت لسه معرفناش حاجة دلوقتي اسلام يعرفنا العربية بتاعت مين؟ ونعرف مكان حياة بس انا متأكدا ان العربة اللي برا دي هي اللي ورا الموضوع وانت متوكدها وجده ليه؟ اصلحنا النهار ده وميار بدأت تحكي اللي حصل لسقر الوليد وسقر قال يا بنت ال... هكيد هي استنوا الرنة على حازم كده وحسام نعرف مينهم الدنيا فيها ايه؟ ماشي هارن استنوا وفعلن سقر الرنة على حازم؟ ايوه يا سقر ها عرفت حاجة يا حازم احنا دلوقتي رايحين مغزن الواد محروس اخو هاجر اجروا من واحد والراجل معانا هيعرفنا المكان يبقى همه انا هارنة على اسلام واجب وريجب بنت الكلب اللي عندي دي ماشي يا سقر وخلي بالك منها دي مش سهلة وخد منها التليفون لاتلنا على اخوها ماشي ماشي يكفل يكفل وقفل سقر التليفون وطلع يجرى على برا وورا والده والبنات وعند محروس ردي بقى يا زفته قاله في ايه؟ زن 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 ما تصبر يا اخويا تعالي شوف المصيبة اللي احنا فيها مصيرت ايه؟ انت؟ البيت ما جابتش منطق يا اختي يلحقيني يخرب بيتك وده هنتصرف فيها ازاي؟ اتخلص منها يا محروس وفجأة التليفون تشد من ايدها وتقفل وهاجر بصدمة استسقر وعند محروس مالها دي؟ قفلت ليه؟ يمكن حد يدخل ولا حاجة؟ طب هعمل يا دلوقتي في المصيبة دي اللي جوه دي احسن حاجة ان اخدها ولفها في الملاية واطلب تاكسي وياخدني واروح بها المغزن وفعلا جاب محروس حياة ولفها في الملاية وكانت حياة يعيني لا حول لها ولا قوة تصعب على اي حد المهم اخدها محروس ونزل بها وحطها في التاكسي وطلع على المغزن ووصل حسام وفتحي الى المغزن وحازم قال هو دي المغزن؟ ايوه هو يا بيه بس ما فيش حد جوه ما هو يا بيه شكله لسه ما وصلش انهرين على السقر بلغوا باللي حصل تمام واعرف لنا عمل ايه مع الزفته هاجر ديه يا كمان هي هاجر عملت حاجة ولا ايه؟ خليك فحلك انت يا جدع وما تسألش حازم بص كده ده محروس جاء هو استخبه بسرعة وجاريه يستخبه بسرعة علشان ما يشوفهمش محروس وحسام قال هو ايه اللي شايله ديه؟ ما هو قال انها يشيل بضعف المغزن استنوا ايه ده؟ وحسام بصدمة حازم ديه وسارب غضب جحيمي وعيونه حمرت قوي من شدة الغضب وبتكلم هتقولي حياة فين؟ ولا هتشوفي وشي التاني؟ وهاجر بخف من سأر انا.. انا.. انا معرفش ايه خرصي مش اعاود اسمع صوتك انت هتاخدين دي الوقيت وتودين على المكان حياة وهاجر وهي بتبلع رئها من الخوف انا.. انا معرفش تصدقني يا استا السأر ماشي انت اللي جبت لنفسك وليد هيحصل تعالي بقى ابو سئدك ابو سئدك واختي فين؟ ده عندها السكر ممكن تروح فيها بلعلك وليلي صبر يا سامة ما تعيطيش حياة جوية وهتجوم وهي اللي جبت لنفسها وسجرة هيعرفها ما تتطمينيش قوي كده حياة زمانها بتتحاسب وكل بصدمة وزهول وخوف ان يكون حياة حصل لها حاجة قصدك ايه؟ يعني حياة ماتت يا سأر زمنها بتتدفن والسأر بصدمة وعقل وقف من التفكير وكل سكت وحالة الصمت نزلت عليهم كلهم وعند المغزن حازم بصدمة دي في حد في الملاية شعراء هو ده ممكن تكون حياة لا دي حياة اجري يا حسام نمسك الودة طب نرن على صجر مش وقته لازم نتصرف احسن يا مفاق حاجة الاستاذ بتكلم صح ويلا وانا كمان معاكم ماشي يلا وجيريوا بسرعة لدخل المغزن وكان محروس بيحاول يفوق حياة لكن حياة في دنيا تانية ومغمى عليها ودخل حازم وحساموا فتحي للمغزن وحازم قال يا ابنل عملت فيها ايه؟ انتوا مين؟ ودخلتوا زي هنا؟ اه يا حيوان وتقولي بضاعة وحسام بصدمة وهو بيبص الحياة؟ وحازم بقوته البدنية نزل ضربي لحد ما محرس فقد الوعي وحسام رفع حياة وحطها في العربية ورن على سقر وسقر بصدمة انت بتقول ايه انت موتها انا مجيتش جنبها هي اللي ماتت لا لا اكيد بتهزري حياة 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 يا ماما الحقينا يا ماما سكوتي يا سامة حياة عيشة هي مش هتسبنا اكيد وميار بنهيار اعمل اي حاجة يا سقر وليد وليد شوفوا حسام في بلا عليكم بس مش عاوز اسمع صوت حد حياة عيشة طول ما نالسه في الروح حياة عيشة اهدى يا سقر اهدى وفجأة التليفون بتاع سقر رن خل يا وليد رد على حسام واخد وليد التليفون ورد على حسام وكانت بس انت وميار وسمة منهرين وسقر كان في علم تاني ورد على حسام ايه ايه حسام انتو فين حياة معاني احنا طلعين على المشتشفة واسلام هيجي ياخد الودة بجد وحياة عاملة ايه شد سقر التليفون من وليد وكأن الروح ردت في من تاني الو الو حسام حياة حياة اهدى يا سقر حناه معانا هي بستغم عليها واحنا واخدينها ورايحين المشتشفة تعالوا هناك طيب طيب احنا جايين ويف الوال لوليد وليد خد البت دي على القسم واسلام هيجيب الكلب اخوه ويجيلك على هناك وناخد البنات وهروح المشتشفة وحازموا حسام هيقابلونا بحياة بجد بجد اخت عيشة حياة عيشة ايوه يلا بسرعة واخد سقر البنات وطلع يجري خارج الشركة وراحوا للمستشفة ووليد اخد هغر وخرج هو كمان من الشركة وراح لاتجاه الاسم ووصل حسام وحازم بحياة المستشفة ومحروس اخدوا اسلام واتجه على الاسم وفتح يروح معاه وحازم قال دكتور دكتور بسرعة وجه فريق طبي كامل واخدوا حياة ودخلوا بها غرفة الكاشف وحسام قال يا رب يا رب استترك يا رب ان شاء الله خير يا حسام انت قلت لسقر ايوه وزمانهم على وصول وبعد وقت قصير وصل سقر وسماء وبسنت ومير للمستشفة وصقر قال فين فين حياة ماله حصول له هي حازم رد يا حسام ايه ده يا سقر حياة جوه مع الدكتور بيشوفها طب هي كويسة ايه ده يا حبيبتي كويسة ان شاء الله دلوقتي الدكتور يخرج طمنا بابا بيرني يا سار اعمل ايه اقول له ايه اتي التلفون وانا هكلمه الو ايوه يا عمي لا لا كويسين دي سما نسي التلفون في الشركة ونزلت حياة والبنات يجيبوا شوية حاجات للفرح ماشي حاضر اول ما يرجعوا هخليهم يكلموكم حاضر حاضر مع السلامة وقفل سار التلفون وخرج الدكتور دكتور خرج ونجريك كلها لي وسار قال طب مني يا دكتور حياة عملية انت جبتها في الوقت المناسب كانت هتدخل في غيبوبة سك يعني هي كويسة يا دكتور الحمد لله المريضة بقت احسن احنا علقنا لها محليل وتقدر تروح معكم كمان شكرا جدا يا دكتور وحضنت سما بسانت وميار كانوا فرحنين جدا وسار بفرحة ينفع ندخل ليها دكتور ايوه اتفضلوا وميشا الدكتور ودخلوا كلهم غرفة حياة وكانت حياة بالنيمة على السرير والارهاق بين عليها والتعب حبيبتي وحشتيني جوي سأر سأر وبدأت حياة عيات وسأر قرب عليها شش بس بس يا روحي المهم انك معايا خلاص كل حاجة ارميها ورى ظهرك سما واخدتها في حضنها وبسنت بدموع يا سلام وانا كمان عايزة حضن وجريت بسنته وحضنة حياة وفضله يا عياته وحزم قال انا مش عاوز عيات ويلا جومي عشان نعمل الفرح كلنا ونفرح ايوه وكفية حزن عايزين نفرح بقى وجريت ميار هي كمان وحضنتها وحزم قال سقر تعال انا عاوزك وسقر اتفاهم دماغ حازم وخرج لبره ووحازم ايه حازم احنا لازم نروح الاسم نشوف اسلام عمل ايه في التحقيق مع الكلبة هي دي واخوها تمام هتطمن على حياة ونروح اجده اجده انت شاهد انت وحسام بس لازم حد يكون مع البنات فحسام هيجعد معاهم تمام يلا نقول لهم ونمشي علشان نخلص من الموضوع ده علشان نسافر لا انا هقول لحياة هنروح الشركة نقفل الشغل عشان نسافر وما تقولش حاجة عشان ما تقلكش تمام يلا صار ودخل سقر وحازم مرة يا غرفة حياة وسقر بابتسامة وراح تبعبوس على رأس حياة ينفع سبحة بابتساعة كده وارجع اخده انت هتروح فين هروح اقفل الشغل عشان اخد عرسة على الصعيد وعمل لها احلى فرح في الدنيا طيب سمت اخرش عليه يا صار حاضر يا روح وعقل صقر يلا هتحتاجوا حاجة بنات لا يا بي تمام حسام انت تكون هناه معاهم وما حدش يخرج من هناه لحد ما جي وانت او استاذ حسام تخلط اجراءات الخروج بتاعت حياة وتدفع الفلوسات بتاعت المستشفى على ما نيجي حاضر يا صقر سمعتو محدش يخرج وبصت سملي بقرف وقالت استغلالي ما هيصدق يلاقي فرصة علشان يتحك بس انتو هي يلا سلام وخرج سقر وحازم ولكن حياة كانت قلقان على سق بس البنات حاولوا ينسوها وفضلوا يتكلموا يضحكوا يهزروا وحسام خرج ورح يخلص الاجراءات ووصل سقر وحازم الى الاسم ودخل سقر المكتب عند اسلام وكانت هاجر ومحروس واقفين وهاجر بتعيت وخايفة من اللي هيحصل معاها ومحروس طبعا متشلفت من ضربة حازم فيه ووليد قاعد على الكرسي وكان حضر التحقيق واول ما دخل سقر مسك محروس ونزل ضرب فيه هو كمان ابن حلال ويستاهل ويريد كان مسك هاجر ودلع على الاهية كمان وجري والد وحازم واسلام مسكوا سقر لكن سقر كان عامل زي الطور ومحدش عارف يمسكه وهاجر فضلت تصوت وتعيت هو سقر بغضب الجحيم وعيونه حمرت وتحول خالص يا ابن الكلب انت تخطف مرطي انت تعمل فيه هكذا ليه ليه عملت اهليكم يا اسبالي انتو هي ايه ده صار هياخدوا عقبهم ما تقلاش انا عاوز يعدام لدول من اللي هطلع روحهم بيدي اه وكده التحقيق خلص يا اسلام وليه ايوا يا وليد هم كده هيتعرضوا عن نيابة بكرة وبعدها هياخدوا الحكم تمام يا اسلام معلاش تعبتك معي اعب عليك يا عم احنا اخوات حبيبي نقدر نمشحنا اكيد وانا ابقى اتصل بك اقولك الاخبار تسلم لي يا حبيبي يلا احنا احنا امشحنا مع السلامة وخرجوا من المكتب واتجه وليد وحازموا سقر للمستشفى مرة اخرى علشان ياخدوا البنات ويجهازوا للسفر على طول ووصل سقر والشباب واخدوا حياة والبنات وراحوا للفيلا وجهزوا وركبوا العربيات واتجهوا للصعيد لكن حياة كانت تعبانة وبين عليها الارهاق قوي وبص سقر اللي هو قال حياة لو تعبانة يا حبيبتي نركن وترتاح شوي لا يا حبيبي انا كويس اكمل هو احنا هنلحق نشتري الفساتين مفيش خروج من البيت مفيش واحدة منكم هتخرج نعم وده اللي ان شاء الله يا استاذ حازم اهدوا كل حاجة تحتاجوها هتكون عندكم وفي مصممت ملابس هتيجي لحد عنديكم وتشيب ليكم فساتين وانت تختار اللي انت عايزينه وبعد كلام كتير طول الطريق وده حكوهم نقشة هيعملوا ايه في الفرح وهيقضوا شهر العسل فين وبعد وقت كبير وصلوا للصعيد وكان محمود وعمر منتظرونهم بالطبال والمزامير والاغاني ونزلت كل من العربية وبدأوا يسلموا على محمود وعمر واسهام واسهام كمان قبلت البنات واخدتهم في حضنها ولحظت تعب ويرهق حياة مالك يا حبيبتي فيك ايه مفيش يا مام انا بس تعبت من الطريق لا بس انت شكلك تعبنة اوي في ايه مالها مالها حياة صقر فيها يا جماعة انتم كبيرين الموضوع عليك دي هي فعلا تعبنة من الطريق ما انتو عارفين حياة لما بتسافر بتكون عاملة ازاي طب طلعوا غيروا هدمكوا على مجهز السفرة وتناموا علشان بكريمكم طويل وفعلا طلعوا كلهم لفوق وغيروا هدمهم وجهزوا ونزلوا لتحت واتعشوا وطلعوا كلها لشان ينام لحفلة بكرة والفرح وعد اليوم وجه يوم الفرح اخيرا وجوى السقر على حياة والد على ميار وبس انت على حازق واحسام على سماء مع انهم على طول زي القط والفار بس دي بتبقى محبة يا جماعة المهم البنات كانوا زي الاميرات كل واحدة احلى من التانية والشباب كمان وكل واحد خد عرسه ونزل للحفلة وطبعا الحفلة في حديقة الفيلا في الفيلا الهلالي وكتبوا كتاب بس انت وحازم وميار ووليد وسام وحسام وطبعا سقر كان كاتب الكتاب وكل واحد خد عرسته وبدوا يرقصوا معاهم وسقر قال واخيرا هتكوني معايا واتجفل علينا باب واحد اخيرا المغرور بقى جوزي بعد التعب ده كله فعلا اخيرا ادى اللوعة بقت مرتي قدام ربنا وقدام الناس انا بحبك جوا يا حياة بحبك لك المجليلة وانت عارف زين وانا كمان بحبك يا قلب حياة بموت فيك يا مغرور وشالها صار وبيتدور بيها والسواريخ بتاعة الفرح بيتلمع في السماء وكل كان فرحا قوي وكده المغرور اتجوزت ده اللوعة بعد كل العزب ده وكده تخلص روايتنا وتمت بحمد الله وتوتا توتا خلصة الحدوتة وفي نهاية قصتنا بنشكر الكاتبة ميرو احمد على المغرور والدلوعة انتظرونا في قصة جديدة دمتم في امان الله واللي وصل معنا لاخر الحلقة منساش يدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته